بسم الله الرحمن الرحيم موضوع بسيط لازم يكون في ايدينا او في دماغنا الاتيولوجي بتاع الألثر كرونيك ألثر في الجسم من اول كونجينتل حالات الكونجينتل التروماتيك الانفلاماتوري النيوبلاستيك طبعا الفاسكولر كل دي اسباب من اسباب الألثر مثلا على سبيل المثال كونجينتل من اعتبارها مثل السيكل سيل أنيميا مثلا وعاملة ألثريشن طبعا لكرونيك ألثر تروماتيك واحد خاد كرونيك تروما كان معا فراكشر او مش فراكشر المهم ما حصل له كرونيك ألثر وبتحصل كتير جدا أفطر تروما انفلاماتوري بقى سبيسيفيك بقى وناني سبيسيفيك يعني حاجة سبيسيفيك المشهورات تيلي والسيفلس طبعا كان زمان مشهورين دلوقتي بقت حقق غير طبعا نيوبلاستيك طبعا زي حالات بقى المرجولين ألثر اللي في الاسكيم أو الاسكوميس سيل كارسينومة أو البيزل سيل كارسينومة ليت من ضمن المريجنانت ألثر أو الاسect琴 ميلينومة وكلها اسمها ischemic ألثر وكل حاجة كأتيولوجي بتاعها وحصلت ليه يمسيكنا مثلا في البنس هي حصلت ليه وتقولي الثري بقى بتاعها ترابينجوف مش عارف ليه كوسايت والأربيسيس والهيموسيدرين اللي طلع والإرتيشة لازم نعني الكلام على الكلام ده كل يكون مستعدين ليه أساسا كالامتحان مش مجرد أن أنا عارفت أسمائهم ومشي لا لأ أنت عارف الأتيولوجي بتاع كل واحد وتوصيف الألثر في كل مرض لازم تكون عارف توصيف الألثر وعليف النظر الكويس جدا لأ مش عارف أندرمايند إيجي في التي بي مش عارف بنشت قوت مش عارف في السيفليتك ليجان رولد إن إيجي مش عارف البيزر سير كارسينوما ولا خلاص لازم كنا عارفين كل طيب أوف ألثر وشكله عامل إزاي ويعني إيه وإيه السبب فيه طبعا إني هاو أنا هتكلم بكلام عام النهاردة أنا مش همسك فينس ألثر وعند ووصفه لوحده لأ أنا بكلم في وصف توصيف ألثر أنا بقولش فينس ألثر بقولش إسكيميك ألثر بقولش نيوبلاستيك ألثر التوصيف أنتو عارفينه بتاع كل واحد سبسيفيك كرايتيريا بتاعته رولد إن إيج مش عارف في البيزر سير مش عارف ريز دي إفرت إيج وعالآخره طبعا لازم يكون عارف كل حاجة طبعا طب ألثر بقى في الامتحان الدكتور ها يقول لي وصفهولي وصف لي أعمل لي إنسبيكشن لألثر مبدئيا بالإنسبيكشن يعني مش هحط إيدي إحنا متفقين أساسا خلال كل الفترة الإجزامانيشن اللي احنا شفناها مع بعض إنسبيكشن يعني مش هحط إيدي على العيان أنا باتكلم على السايت مثلا هنا مثلا السايت أفز ألثر طبعا ده ألثر إحنا اللي عاملينه طبعا لإنما كانش أفيلة بالمعنى حالة ألثر فإحنا اللي عاملين الألثر عشان نشرح عليه وتو تستفيدوا بالشرح يعني إحنا عاملينه بالألوان الأحمر ده هو الألثر فلور بتاعه طبعا الحرف آخر الدائرة الحمراء الأج الأصفر أو المخدر ده شوية ده اللي هو المارجن طبعا خلاص طب الإنسبيكشن هتوصف إيه هتوصف إيه السايت خلاص قول إن مش عارف اللور ليج أباف الميديا الماليولاس باثنين سانتي قد الميديا الماليولاس هي بقى أباف إيت في الميديا لسايت أفزا لور ليج مسلا قد أطقاد السايت صايز قول بقى أبعاده مش عارف ستة في ستة سانتي مسلا سايت صايز شيب شكله راوند ولا شكله إراجولر على حسب الشكل اللي انت شايفه يبقى السايت صايز شيب النمبر واحد وسعب يبقى فيه متعدد على حسب الموقف اللي قدامنا اللي انت شايفه قوله وصفه يبقى السايت صايز الشيب النمبر بتاع الألثر وبعد كده ندخل على الباثوغنوني الكريتيريا أفزا ألثر إيه هم بقى إيج فلور بيز مارجن خلاص إيج فلور بيز مارجن الإيج يا جماعة اللي احنا شايفينه إيه آخر حتة في الدائرة الحامر هو ده ما ده الإج بتاعه الإج ده بقى التوصيف اللي عندوك بقى لأ ده سلوبينج لأ ده مش عارب بنشت قاوت ده رولد إن إيج ريز دي إفرت إيج مش عارب إلى آخر هو ده وصف الإج نفسه على حسب كل إتيولوجي لأ سلوبينج مثلا في حالات التروماتيك والفينوس ألثر مثلا مثلا على سبيل مثال ده التوصيف بتاع الإيج بتاع الإلثر اللي احنا شايفينه ده آه في شوية تقول مثلا في ديرت جرانيوليشن تشو مثلا في التوصيب بتاعه معظم الإلثر كده في ديرت جرانيوليشن تشو في الفلور بتاعه اللي انا شايفه بعناي اللي احمر ده طب المارجن اللي أنا قلتلك كله مسفر شوية ده. وتستقله. إيه هو المارجن بتاع الأقصر؟ بص يا سيدي الرد في الإجابة عشان تتجاوب صح. قل له يا سيدي المارجن اللي انتوا شايفينه أصفر ده. هو المسافة. between the edge and the healthy skin. هو ده المارجن. شوف التعريب بتاعه ايه؟ بمنطقة البساطة. يبقى ثاني حدود المارجن ايه؟ المسافة بين الـ edge. آخر دايرة الحامرة دي زي ما انتم شايفين. والهيلسي سكين بدايته هنا هو. يبقى الحتة دي. الاتنين سنطر ده. طبعا كان ممتد بغاية هنا. ما ريش داعه كل ده. كل ده مارجن. يعني مثلا حالة فينس. وكل المنطقة دي هايبر بيجمينتد. كل ده تابعا مارجن. اللي قد ما توصل للهيلسي سكين فوق. يبقى عرفته ايه هو حدود المارجن. المسافة بين الـ edge. وبداية الهيلسي سكين. هو ده المارجن. edge floor مارجن. ده بالنسبة للتوصيب طبعا ما جيبش تريد البيز. عشان انت قلت دي الانسبيكشن. اصلا لو انا ابتدت اعمل بالبيشن. هابتدى حسي فعلا البيز. بنمسك بقى الالصر كده جماعة ونحركه. بالمنظر ده كده. البيز. هل هو ده التوصيب بتاع البيز. مش هقوله الا بالبالبيشن. بس انت قلت لي اعمل انسبيكشن. فانا مش هقول لك بيز. عشان يبقى البيز بالبالبيشن. عشان كده كان ده من يقول اللي اخبطونا في جملة. يقول لك البيز بيتشاف انما الفلور المراجن بيتحس. او ده بيتشاف وده بيتحس. كان لحبطونا. فاهمتوا المعنى يعني ببساطة. اهو البيز اهو. اصل واحد يقوله طبعا انت احط ايدك عامل. طبعا يا جماعة ايوان حاطة ايدك عالفلور ما اعرف. البيز بقى تحت الفلور. هتشوفه ازاي يعني. ده مستخدم غطأ. الغطأ اللي هو الفلور. والبيز تحتي. يبقى بالعقل هتشوفه ازاي البيز يعني. يبقى البيز تحت الحطة الحمرة. وانا بامسكه عشان احيط الحمرة. وانا بامسكه عشان احيط. ده البيز. تاني عشان تفهمه اكتر. يا جماعة هديكم مثال البيتك اطصر في الستمك. انتو مش عاندوكوا برا الميوكوزة بتاع الستمك. وتحتها السب ميوكوزة والمسكيلوزة. وبره السيروزة. اما واحد بيحصل له بيبتك اطصر في الستمك. ايه اللي بيتاكل؟ بيتاكل الميوكوزة. صح؟ وممكن حتة من سب ميوكوزة. وممكن مسكيوزة. على حسب البنتريشان اوزاء الستمك. هنقول انه مثلا بيبتك اطصر في الستمك خاد الميوكوزة والسب ميوكوزة. اتاكلوا. مين اللي فاضل تحت الميوكوزة في الستمك. مين اللي فاضل؟ مسكيولوزة مثلا. والسيروزة بره. تخيلوا هم دول البس اطصر. اللي فاضل ايه من اللي يرز يعني. ده المعنى يعني. ده المعنى. فهنا الفلور هو اللي بيين لي البس بقى تحته. ده المعنى يعني. هو اللي تحت الفلور. ده البس. حسيته. يبقى البيش. خلاص. هالك تعمل كده. الالصر انت كملت. بتاع الحالة بتاعتك. قول دولة انا خلصت خلاص. هتناص. هتناص. لأسف. وحاجة مهمة جدا جدا جدا. حاجة المهمة دي يا جماعة اللي هي. دي مهمة جدا. هي الرجل دي رايحة بتعمل درينيج فين على الليم فنوت بتاعتها يا جماعة. الفوق. يعني الرجلة هتكون رايحة فين. يعني اللي هو الرم كله بيدرين في الانجوينال لينفنوت. يبقى لازم انا افحص الانجوينال لينفنوت كويس جدا. في حالة ألثر. هتقول لي هواي. هتستفيد ايه ما تلاقي لينفنوت كبيرة يا سلام. ابسط حاجة الانفلاميشن وتبقى انفلمد لينفنوت نتيجة الدرينينج عليها طبعا. تاني بقى الحاجة الاخطر اللي هي تكون ماليجننت او قلبة ماليجننت. والليم فنوت كبرت وما هي الا متاسس طبعا من الماليجننت ألثر تقدامي. ولهذا يتوجب علي فحص الانجوينال لينفنوت. نشوف الانجوينال لينفنوت اللي هنفحصها فوق عمتا. قادي يا جماعة الانتيروسيبيرك سباين وقادي البيوبك تيوبركل. انا هاخد خط كده يا جماعة. ده الانجوينال لينفنوت. انا الانجوينال لينفنوت بقسمها بما يعني سوبارفيش شلودي بناء على حرف تي. حرف ايه؟ تي. حرف تي. حرف تي. حرف تي. تي. اللي هو الترانزفيرس لينب بتاع تي. هو الانجوينال لينفنوت نفسه. وبقيته اللي هو تحت اهو ده تي. السوبارفيش اللينف نوت بقا يا جماعة. عامل ايه؟ عامل المنظر ده. فوق وتحت الانجوينال لينفنوت. وتحت كمان بالطول جاء اللونج صفنس نفسه. والديب واحد ده الفمرا نفسه. خلاص. ده الانجوينال لينفنوت بتاعته. انا ما افحص افحص فيه. افحص يا سيدي برر الانجوينال لينفنوت فوقه تحت. والدي ده. اللي عند الفمر. ده الفحص بتاعي بتاع اللينفنوت. وما تيجي تحس اللينفنوت لابد من توصيف اللينفنوت في حالة انها تكون. بمعنى. انت لازم تقول الصيب بتاعها فين؟ النمبر بتاعها. بتاعها بتاعها بتاع الدهم الاول. عشان تقول النمبر. وهو في حالات ما يتعادل. اه. ده في حالات تبقى مالجميتة اساسا. وماتت. تجذر. ما عارفش عدهم كتلة على بعضها. مش عارف عدها. فسعب بتكون ديسكرت بقى. انها تكون متفرقة عن بعض. واقدر عدها. كان بي كاونتد. ولو هي كان بي كاونتد. وصفها لي. وصف للسيرفس بتاعها. وصف للكونسيستنس بتاعها فيرم ولا صوفت ولا هارت. خلاص. وعدادها عدية زي ما اتفقنا. ده توصيف للينفنوت مهم جدا جدا طبعا. في حالة زي حالة الألصر طبعا. وعرفنا ليه. طبعا لازم تكونوا عارفين وملمين بالينفنوت أولوفر ذابودي كله. طبعا الإكسترنال. طبعا ساوكات إنجوينة اللينفنوت. أو السيرفايكل لينفنوت زي ما انتو شفتوها في حالة فيرويد. أو الأجزيل لينفنوت زي ما انتو شفتوها في حالة بريست. كل دي مهمة جدا جدا في التوصيف بتاع اللينفنوت. وهتوصفها فوق وأجزيلة وسيرفايكل وإنجوينة نفس الكلام. أهميتها في حالة اللور ليج ألصر أو اللور ليج ألصر. إنفلماتوري أو نيوبلاستيك. وبكده تكتمل معايا حالة الإجزامينيشن أوف كورونيك ليج ألصر. وتاني بفكركم. لازم تكون أريين الإتيولوجي بتاع كل ألصر. سواء كان كونجينة التروماتيك إنفليماتوري. ومسلا على سبيل المساب ممكن يسألني. هاو تو تريت. مالجنة لازم تعملها إكسيجن بسفت مارجن. الفينوس ألصر. ده حد دوتا لوحده. لازم تعالج الفاريكوزفين طبعا. مش هو السبب. عالج الفاريكوزفين أصلا. عالج الجلطة اللي عنده. وهكذا. فلازم نكون أريين بقى في الإتيولوجي وفي التريتمينت والإمدستيجيشن بتاع الديزيز المسببة لكل ألصر. أنا قلت بريفلي كده. شورت كيس. هاو تو اجزامن. اكيس. اوف. ألصر. سواء كان بالإنسبكشن أو بالبلبيشن. بالتوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أسامة غريب أستاذ الجراحة العامة جامعة الزعزي. إن شاء الله هنبتدي معاكو حلقات مفصلة. في الحالات الإكلينيكية اللي بيرحل عامة. أول حالة بإذن الله النهاردة. همتدهلكم. مع حالة. الحالة دي بتوطبر حالة من الحالات الشورت اللي علينا. شورت كيس. يعني ايه شورت كيس يعني مش محتاجة إن أنا أخد ليها هستوري أو شيك كامل. في الامتحانات في الحالة زي دي بتجيلنا. مطلوب منكم كطلبة إن انتو تعملوا على طول لوكال إجزامنشن. حالة زي دي هنبتدي نعمل لها لوكال إجزامنشن. وعايزين نركز فيها قوي قوي. لأن الحالة دي بالذات. هتمسحنا في حالات كتير قوي. يعني حالة. زي على سبيل المسال حالة ثيرويد. إن شاء الله وهنا هنشوفها بحلقة منفصلة وعادية. وهنعرف إن حالة الثيرويد ما هي إلا في النك بر. فهنطبق منها حاجات كتير من الحلقة بتاعت النهاردة. فمطلوب التبكيس كويس قوي في الحلقة دي. عشان هنطلع منها بحاجات تنفعنا في المنهة الكلة إن شاء الله. هنبتدي بقى الإجزامنشن على الحالة اللي قدامنا النهاردة اللي هي. أول السؤال طبعا الدكتور هيسأله لي بحالة زي دي زي ما اتفقنا أفضل ما في الشيط ليها. فدي حالة محتاجة بريف هسبري. ونبتدي على طول في الإجزامنشن. الدكتور أول ما هيقول لي تفضل إفحص الحالة دي. طبعا زي أي سويلنج في الجزء مطلوب إن أنا أعمل لها. الإنسبكشن، البلبيشن، البركاشن، الإسكالتيشن. الإجزامنشن معروف أي سويلنج. طبعا دكتور أول خطوة إينسبكشن. أول ما دكتور يقول لي إينسبكت ديس كيز. أول ما دكتور يقول لي إينسبكت ديس كيز. مبدئياً هحط إيدي بجنبي. هنلمش الحالة بإيدينا خالص مع الإينسبكشن. لأن إنت لو حطيت إيدك يقول لي إينسبكت. وإنت حطيتها تنقص. يبقى الخطوة الأولى في الإينسبكشن إن أنا أحط إيدي جنبي. رقم اثنين إن أنا أريد أفحص بقى أو أوصف الحالة في الإينسبكشن بعناية فقط. طبعاً لازم العيان يكون بيرد زي ما إحنا شايفين أنا أوصف. فحالة زي دي لازم أقف في المكان الصح والعين يكون إكسفوز كويس عشان أنا أقدر أوصف بعين صح. نبتدي لقى نعمل الإينسبكشن صح بقى بعناية يلا. وأول حاجة في الإينسبكشن زي ما اتفقنا. معروفة قوي التيرم ده إن أنا أقول ثمانية اس. ثمانية اس. طبعاً كل حرفة من الاس هيعني شيء في الإينسبكشن اللي أنا بعمله بعناية. اتفقنا. يعني ممكن تكون ملطوبور ليجن لديت طبعاً حالة من الحالات السوليتاري. لبعه التمانية الس بتوعي تاني بكرر. سايت السايت صايز شايف سيرفس سكن اوفر سبيشي الحالي سوريتاري. على طيطةة بجريم وحواليها. سوليتاري سوليتاري. يلا نتيجي لبقى حرف حرف وحرف. نقول التمهي اس بتعليم كما نرى بقاننا مكان الاسولين فين يعني في الباك طبعا في الوصف التاحدي بالنسبة للسيط على حسن بقى الصيط بقى الاسولينج انا هاوصفه بقاني مكانه فين السيروت قدام يبقى في المفترض البروتوت ريجان مش عارف فيه امتنه يبقى الصيط بتاع الاسولينج احنا شايفين في الوصف التاحدي افترض كما نرى هذا بالنسبة للسيط افترض كما نرى افترض كما نرى الطول والعرض والدبس طبعا بعنايا انا لا اتمكن ان انا اقدر اقول الدبس كما نرى انا دخلت البلبيشن اذا انا انا استبعد منهم واحدة وانا اكتفي بالطول والعرض مؤقتا بالعين ونبدأ تقريبيا حوالي كان في كان طول في عرض تقريبيا لو قلنا 10 او 12 سنتي تقريبيا نقول ان 10 او 12 سنتي بالنسبة للسيط وبعد ذلك عندما اضع ايدي هنرى الدبس تقريبا 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 شكلها ايه هل هي و هي مش عارف شكلها مش عارف زيال على حسب شكلها نحن من كتر اللي احنا شايفينه التقريبا تقريبا زي ما احنا شايفينه تمشي ده بالنسبة لل بشكلها ندوره زي ما احنا شايفينه السيرفس اللي احنا شايفينها في طاح الماز ديت هل السيرفس ده سموث والله هل هو متعرج او هل هو نوديولر؟ نحن شاكينه ان السيرفز تحت المجرد دي سموث سيرفز. يبقى ده سايف سايز شيد سيرفز. خمسة اصف خمسة اللي يقول سكين اوبر. الجلد اللي عليها منبرر الماس دي. هل حد شايف تغيرات في الجلد? يعني التغيرات اللي ممكن تقطع على الماس اولا بصفة ان دي حالة جراحة. يبقى طبعا رقم واحد الاسكار في اسكار عليها ولا لا. بمعنى هل الحالة اتعملت قبل كده جراحة وبعدين رجعت يعني ولا لا دي مهمة اولا انا اتأمل هل فيها اسكار ولا لا دي مهمة جدا. دي مهمة جدا. مفيش طبعا الاسكار هنا. حاجة تاني هل شايفين اي دي سكالاريشن في الاسكين? ممكن يكون براونج دي سكالاريشن ريبنس تعان فلانيشن الى اخره. مفيش دي سكالاريشن. برضو من ضمن الحاجات منك يلاقي ساينس وبتطلع دي سشارش معها ساينس او خلاص مفيش انا مش شايف اي حاجة بصور المونيك هنا في الجلد بصراحة مفيش حاجة معينة يبقى بسكين نورمال اللي عليها نورمال. اذا بنتكلم على التمانية اس رفكرتوا تاني. هبنتكلم على الانسبكشن وبنتكلم على التمانية اس. قولنا السايت والسايت والشيل والسيركس والسكين اوفر. هذه خمسة خلص وفاضل ثلاثة بالتمانية اس. في بعض سويدنج بيكون لها سبيشال كاركتر معينة. يعني على سبيل المثال برضو ان شاء الله بحلقة التايرويد هنعرف ان التايرويد بتموب اب اند داون مسلا ودي سبيشال كاركتر للتايرويد وهنعرف ليه بالحلقة بتاعت التايرويد ان شاء الله ما نشرحها. وديت بصور نمونيك ليها للتايرويد. ايه البروتد مسلا على سبيل المثال لها سبيشال كاركتر انها مش عاربة ترفع لبيول امزاقية. لو اللي عيان فتح بقه. اوبرنج اوزا ماوس تيند في الصيز. لو عمل كلينش انجل الكيس تكبر في الحج. اه الانيوريزم على سبيل المثال بابالسيتنج. السبيش والسيست بقى فيه بلاك دوت في النص في الجلد. ناس من بره بمسال ما البانكتن بتاعتها. دي باطل نمونيك وسبيشال كاركتر لبعض اللي سويلنج في المنهج اللي علينا. احنا شايتين هنا مفيش سبيشال كاركتر معين اقدر اقول ان دي عليها كذا فهتبقى كذا. مفيش صراحة سبيشال كاركتر خلاص. انما هو طبعا ممكن يدربش معي في الكلام ده طبعا. لازم تكون صحيحين. ايه اللي سبيشال كاركتر بتاع كل اللي سويلنج اللي علينا في المنهج? ممكن يدربش معي فيه. خلاص? احنا بنتكلم هارجع تاني. موضوعنا نحن بنعمل انسبكشن. ونتكلم على الثمانية اس. وصلنا لسبيشال كاركتر. فضل لتنين. احنا قلنا صايت. 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 شين. كاس. كاركتر. سترد اغلاء حواليا. هل الماس دي ضغط على اغلاء مهمة هذه المنطقة؟ وعمل له كمبريشن مثلا. وعامل فيه مشاكل على سبيل المثال لاي. مثلا باروضي وعمل انفلتريشن على فشيال. والعين عنده فشيال كوصي. مثلا. فيه ماس مثلاً على سبيل المثال وضغط على نيرض والعين عنده مش عارف ريست دروب مثلاً وعمل كومبريش او انفلتريشن ده المقصوب هنا لا ضغط على فين وقفله فيه ضيلة فين على السيرفس وفي اديمة مش عارف ضغط على ارتيو ففيه ديسل اسكينيا ده المقصوب بيها الجرام بتاعتها اخبار كومبريشن هنا طبعاً ما فيش غالبنط طبعاً ما فيش كومبريشن على الحاجة معينة اخبار اقول ان المثل انفلتريت كذا فهي عاملة كذا ده المقصوب بيها هنا علاقتها بالسيراوندين يبقى احنا خلصنا كده الاس السابعة اللي هي علاقتها بالسيراوندين وزي ما اتفقنا ان الناس هنا مش عاملة اي كومبريشن وغلبنط طبعاً في انها عاملة كومبريشن مش عاملة طبعاً كومبريشن على اي حاجة الاس الاخيرة في التمانية اس تفضلت اللي هي هل هزيه السولنج سوليتري ولا مالتقل بعض السولنج طبعاً مشهورة في الجسم بيها خاصية الملتبليستي منها التعددية نلاقي مثلاً الليبومة مثلاً سعبة تبقى ملتب الليبومة وساعات يسألوني في الشافة وحتى ايه الليبومة الملتب المشهور او اسأل شهير في الشافة ايه يقول لي ايه الملتب الليبوماتة مثلاً هكسبيني المثال في مرض مشهور اسمه ديركمتزيس او الليبومة دودروسة بتبقى في مئة وعندها ملتب الليبومة في الصاي وفي الباب وفي الترانك ودي سعبة السيئة في الشافة وديه من ضمن حاجات الملتب الليجين او النوتيبليستي بعض الملتب الليجين مثل الملتب السيبيشوسيست مثلاً في السكال مفولسكروتطل مثلاً ملتب الأجزيستوزيس في البون ملتب الليمفنود في اي صايد بقى في الليمفنود في الجسم سوء كان في السيربيكال او أكزيلاري او امبوينت فالسويلينج اللي قدامنا طبعاً ديه سوليتاري ليجين نوت مالطبول ليجين كده نكون خلصنا وصف الإنسبيكشن بتاع السويلينج اللي هم التمانية اس هقوله مرة أخيرة صايد، صايد، شيل، سيرفس، سكين أوبر، سبيشيال تراكتر، ستراكتر، ستراكتر، سوليتاري أو نوت كده نكون هنا الإنسبيكشن وندخل على المرحلة الثانية في الإجزاميليشن اللي هي البلبيشن نبتدي بقى دلوقتي المرحلة الثانية من الإجزاميليشن على الحالة اللي قدامنا اللي هي البلبيشن خلاص، وصلنا بقى مرحلة البلبيشن مسموح لي أن أنا أبداً أحط تيدي طبعاً على العيان وتعرض على ملامحها وخصائصها طبعاً وطبعاً زي ما أنا قلت الإنسبيكشن من شوية كان ثمانية اس برضو البلبيشن هتكون لها ملخص بسيط برضو كلمة مشهورة اسمها سكالب ذنب اسمها إيه؟ سكالب ذنب كل حرف هيعمل شيء في الإجزاميليشن نبتدي بسكالب ذنب أول حرف ايه؟ لسكالب ذنب يبقى الحرف الأولين هو اس إستخدم الثمانية اس المال أنا تحصتهم بعناية من شوية اللي كانوا الصعير والسيط والشيب والسيط والسيط نبتدي أحط إيهلي بقى وأشوف هل الكلام ده مظبوط اللي انا قلته بعنايه ولا فيه اختلافات بسيطة? يعني على سبيل المسال مثلا الصيز. مسلا مش انا كنت من شوية عمال اقول ان هي الطول والعرض مش عارف قلت عشرة في اتناشر سانتي كان مفضل مثلا. يبقى احط ايدي بقى مرة دي جد وابتدى اشوف بعدها لتحت قدقية. طلقة حول تمانية سانتي مسلا. يبقى انا اكمل بقى صح ان انا اقول الصيز بتاعها طول وعرض وتبسل. لا ده ادية تمانية رفع عشرة في اتناشر. ده بسلا تعديل بسيط حصل على الصيز ان انا كملته. وبقيت الحاجات اللي هم بتاع التمانية الس التانية ما كونش اختلافات. انا مش فايت ان انا اختلفت او ان اكتشفت ان تحلف الجد مش موجودة. لا اكتشفت ان في لا ما فيش حاجة هي طبعا كل التمانية الس اللي انا قلتهم بعناها كانوا مظلوطي. ما اختلفتش اللي انا زبطت الصيز بس. اه دي اول الحرف اللي هو الاس في ايه تسكلب زن. تكروا معي. انا بقول البالباشن تسكلب زن. الحرف الابرين كان اس. خلصناه. الحرف التاني مهم جدا. سي. تسكلب. اللي هو ايه? كونسستنس. الكونسستنس اللي ما نزبط احساسها بقى الناس ديت. الكونسستنس بتاعي سويلنج في المنهاج علينا او في الطب كله. يا سيستك يا سولد. لان بعض الطلبة برضو طول الامتحان نجي نسألهم ايه الكونسستنس بتاع الالماس الكلانية. يروح ايه اللي اه صفتي يا فرد. لأ. التقسيمة يا سيستك يا سولد بس. السولد بقى هو اللي ممكن نعمل فيها صد ونقول صفت ولا فرد ولا هارت. يبقى نجي نشوف مع بعض الاحساس بتاعة الاسئول الجديد. اخبارها ايه? هل هي صفت او سيستك التأول؟ طبعا حكاية سيستك انا تشوفها طبعا من البداية طبعا. انما اللي بيلخبطوني شوية السيستك والسوفت. عشان بسا بقعض معاكو. السيستك والسوفت السولد بسي. الماس دينا بدقيا انا شايف انها صفت طبعا حكاية صفت ازا ما كانوا كنا نقول قبل كده. الصفت يعني عاملة زي اللي بيولق زقير او الليب. دي صفت. الفيرم كان يقول انها عاملة زي القرقوشة كده بتاع اللي احساسي بالماس دي يمشي صفت طبعا. واللي احنا شايفينه وبنقوله. يعني ما تخافش من الاكزامنا بتحالي. اللي انت شايفه قول قدام ايانيك وقدام ايديك. ما تخافش. انا شايف ان الماس دي تها حتة اتروجنس شوية. بعضها صفت وبعضها فيرم ان كونسيستك. فانقولها كده صفت تفيرم ان كونسيستك. طيب انا لسه بقول من شوية. انت تقدر تقول ان دي فيرم. لا دي صفت. لا دي هارد. طب انا لسه كنت بقول انا هتلخبط ما بين الصفت والسيستك. لان كلا هما طاري. طاري قبل. كلمة سيستك يعني كيس ومليان مية. فطاري جدا طاري. والصفت طاري برضو. طب انا فرق بقى الحلاظة هنا. ازاي تفرق بين صفت. سويلنك و سيستك سويلنك. فانفرق بينهم. بما يسمى بالفلكتويشن تيست. فلكتويشن تيست. ايه بقى الفلكتويشن تيست اللي عندنا اهمهم طبعا. هنا حاجة اسمها الكروس فلكتويشن تيست. الكروس فلكتويشن تيست. وانا اقول كلمة كروس يعني كروس صليب. يعني ايه? لد تجاهين. ده معنى التيست. بعض الطلبة بتروح عاملة تيست زي ما هعملوا الوقت في التجاه واحد وتمشي. تنقص. كروس يعني لد تجاهين. خلاص? نشوف التيست هتقامد ازاي? و هتقامد في التجاهين. ازاي? و نشوف مع بعض. شوف مع بعض. فكرة التيست يا جماعة. فكرة التيست البساطة. ان انا هسبت الماس. اهو. بأيدي اهو يا جماعة. ازا ما احنا شاكين. اهو. نثبت الماس. و نثابت التوء اندكس اللي فوق اهو. احرار. الاندكس احرار. والماس. و نثبتها كويس قوي في الاتجاهين دول. القبر واللور بولة هم مسجد. اهم. نثبتها. واجب السبعين دول واحد. بيفعص كده علشان يزقها. لو كان فيه فلوود جوة ولا حاجة. والتاني بيستقبل. اهو. بالمنظر ده. تاني. انا لازم اثبت الماس. لان لو ما ثبتتش الماس يا جماعة. و ايه? اتحطت صابع وصابع وزقت ايه? تمهت الزقة. الماس كلها تزقة. فيوحى الي ان فيه فلوود بتتحرك ونظر ففيش فيه لو بتتحرك ولا حاجة. ده مجرد ان الماس اتزقت بس. فلازم اثبت الماس الاول بالمنظر ده. وابتدي بتقوه ايه? بتقوه اندكس واحد. بيتتكة فوق عند الابر بول والتاني بيستقبلها تحت. لو في مية المية تتحرك وتمشي من الابر بول للوار بول فتعمل لصابع اللي تحت. بالمنظر ده. ما فيش طبعا لان هي مش مش تستل اصلا يعني. بعد الطلبة اروح ماشي اه اه عملت التست اهو انا جميل قوي. وسببت اهو وفعصت فوق واستقبلت بالصابع التاني خلص التست ناقص. خدت نص الدرجة. هو التست تاني اسمه ايه? يعني ايه كروز تاني? يعني اتجاهين. بعد ما بخلص الاتجاه ده اللي هو من فوق لتحت بخلص التجاه التاني. اللي هو مش ليه? بالعرض زي ما عملته بالطول اهو. ونفس الحركة. افعص. واستقبل. طبعا هي مش تستك طبعا. اقدر قول دي صولد السويلينج وزي ما اتفقنا. طبعا تسألوني. هو انت عملت بالتست لي كروز. ما كان كفاية من فوق لتحت زي ما كده. وايه لازمته الحركة التانية اللي انت عملتها دي. وعملتها في التجاه التاني اللي ايه اصلا. علشان سؤال تاني شافة والتسؤال ده بتسئل. في بعض السويلينج. از اسودو فلاكتوها السويلينج. يعني تدي كازب. وهي مش فلاكتوها. اللايبومة نفسها ساعد تعمل كده. ماصد السويلينج ساعد تعمل كده. عشان اتلاشى انا بقى السويلينج لازم انا عملها. لو كانت هي بوزف في التجاه. ونجت الف الثاني. خلاص مش تستك. عشان اقول ان هي تستك لازم تكون بوزف في الاتجاهين الاتنين. مش اتجاه واحد. ده ما يسمى بالكروس فلاكتوها تست. التست التاني بقى في الفلاكتوها تست. هو تست اقل دقة من الكروس فلاكتوها تست. وما يسمى بالباجت تست. اسمه ايه تاني? باجت تست. طيب اما هو اقل دقة. احنا نعمله ليه ما نبغيه خلاص? ونخلينا في الكروس فلاكتوها الاكسر دقة. ونبغي لا. في عوزة واحتياج للباجت في بعض الحالات. الباجت تست بنعمله بعض الحالات. اما تكون صغيرة خالص وانا مش مالكة. اقول له انا مسك لكم الماس دي ازاي كبيرة? اه دي كبيرة اعرف انا مسك في. طب لو كانت صغرطة خالص قد كده مش عارفة بلوك اصلا. فما تكون الماس سمول. فما تكون الماس هتوجع العيان قوي وانا عمال اعفعص قوي بتوجعه مش. مش هتبقى برضو حرام ان احنا نعزب العيان وحب نعمل له التست طبعا. يبقى ما تكون تندر برضو حاجة تنسة قوي ومش قادر اعمل فيها صح. اه بمناسبة بالمناسبة بقى سؤال شافوي بالمرة. في حاجة اسمها البرادوكس. في يعني ايه? يعني يكون مليان في لوت لدرجة المبال لونة. اتخيلوا كده او كورة انتو نفختوها قوي 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 قوي. لدرجة انها تفرق اعمال مية او الهوى اللي انتو نفخنها بيه. تدخلوا المنظر. تيجوا تحطوا ايديك وعليها بعد ما مليتوها قوي تحسوا انها ايه? ناشفة قوي. هي مش تستك براهم انها سيستك. مليها مية. ده هي سيستك. بس من كتر ما هي مليانة اداتي الايحاء ان هي نوت سيستك. وهي هي سيستك. فيسموها البرادوكس. عكس المتوقع. انت حسيتها انها ثيرم او هرد قوي. بس هي هي سيستك. ضحكت عليك. فده اللي يسموها البارادوكس. وعكسها تكون في سيستك. تحسها ان هي سيستك. زاد اشهر مثال تيومر. اما يحصل في السنتر بتاعها ديجنريشن. وانت تفحص السنتر بتاعها تعتقد ان هي سيستك. وهي ليس سيستك. ده هي ما هي ديجنريشن في السنتر. ده سيستك. فبالمناسبة بعض الاسئلات بتتسئل. اسمع البارادوكس. وتقال شهير. وفي السيرويد يقول لك يعني ايه سيرويد بارادوكس. قريبتوا بيعني ايه البرادوكس. ان السيستك سويلنج. كتحس ازا صورة سويلنج وهي السيستك. من كتر معمليانة. انا بقى ارجع تاني وبشرح في الباجت تيست. بقول بتاع الباجت ان يكون سمول تنبر تنس. آآ سويلنج. فالحلال دي انا مش هعرف اعمل فعل كروس فلكتويشن. اعمل التيست اللي اخيب شوية من الكروس فلكتويشن. واللي انا محتاج اعمله فيش غير. بيتعمل ازاي? الباجت تيست. ببساطة يا جماعة الباجت تيست بتعمل بطريقتين. يا اما انا احط صابع على ناحية. بيسبت ويستقبل في نفس الوقت. والقابر بول بافعص بي اهو اهو. واشوف هل هيحصله اكسبانشن ولا لا. ده الباجت ده دي طريقة من طرق الباجت تيست. فيه طريقة تانية ان انا امسكه باداية الاتنين لو مالك. والسابعين دول يثبتوا ويستقبلوا. وانا افعص في النص كده. واشوف يحصل اكسبانشن ولا لا. ده طريقة الباجت تيست. ايبقى انا اعملت التيستات اللي انا اقدر افرق الى السؤول بي سيستيك او نطق. كما يسمى بالفلكتويشن تيست. او كان الكروس فلكتويشن تيست او الباجت تيست. انا كنت اتكلم على الباجت تيست. انا كنت اتكلم على كلمة اتكلم على الباجت. انا اخذ حرفها. وابتدي افحص. خلصت. الس والس والس والس. ايه. اتكلم. الاسويني دي مسكة في ايه. مسكة في الجران. هتكون مسكة في الجران بتوع الماس في الريجان دي. والجران دول من اول الجار الخاريجي لغاية الجار الداخلي. الجار ده من اول الشارع. جار مرة خالص. وقصد عمقا 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 عمقا. لغاية ما تصل لآخر. العضب في لغاية ما تزالة. خالصة الباج. يبدو ايه. مسكة اول جار. صاح هل هو الجلد. ان الجلد Cornwall. أنا ايه كان الماس دي اسفلتون مقميقا عن الحقب Aspen ولا لort لا؟ نزمر على الخارجات. العمل جار حياة ما تفقنا اول جار سيكون الجلد. على هذا اللغة ما تطلب ل problem is pancrearia وهي سافل الناس ده من مالسنة. الماس ده 애� خلال ما تده خلال نهتم بستاح ا見て فهلأ بتفصيلة ببساطة خالص ان انا عملت حاجة اسمك بانشينج تست اهو انا امسك الجلد اهو واشد بانش بانشينج تست يا طرق الجلد بتشد بيتشد معك لأ مش باسكة في الجلد فيه تست تاني برضو بسيط خالص ان انا اسبت الماس وزحلق الجلد منع السيرفز واشوف الجلد سلايدنج او جلايدنج تست بيززحلق منعلى السيرفز ساعات فيه تست تاني لو عايزين نتفاسلك بقى ونزود في التستاب ان انا امسك الماس وحركها واشوف السنطر سعب بيحصل حيسمها ديمبلينج يعني نتوب هيحصل لو كان في طيبراس باند طبع من الماس وماسك في الجلد اما اجا حركها كده هدقي بيحصل ديمبل في النص مفيش طبعا يا مش ماسكة في الجلد اصلا فالبينشينج نيجات السلايدنج نيجات في الزحلق وكل حاجة مفيش مع في اي ديمبلينج ولا حاجة فده علاقتها بالجلد ممكن تكون علاقتها تحت اكتر يعني هكسب المسال مصل هل الماس دي مسكة في مصل ولا لا بتده حرك الماس في جميع الاتجاهات اهو فوق وتحته والعرض دريبين ديكتور ازاي ما احنا شايفين بتتعرك بتتحرك في جميع الاتجاهات يبقى مش مسكة في المصل ما ابدأ اي يدر لان هي وكانت مسكة في مصل هندقى بتتحرك في اتجاه والتاني لأ فموبيلتي ان اول ديريكشن يساوي نو ماسكولار فكسيشن مفيش ماذا شكرا ممكن تكون مسكة في فيزلز على سبيل المسال انا قلت من شوية ممكن تكون انفلتريت ارتري وعملة اسكنيا في الابر لنبن مثلا ممكن تكون مسكة في فين وعملة كومبريشن واديمة وضيبة فين على السيرفز بعد اسكن ديستالي مفيش الحاجة باختيرة بقى ممكن تكون مسكة طبعا في بعض النيرف على سبيل المسال وعملة نيرف بولسي مسغة زي ما قلناها من شوية اخيرا البون طبعا لو الناس نصل في مرحلة انها تمسك في عضل هتلاقي الناس فكسي ان قول ديريكشن يعني انا حركها كده ما تتخرجش وحركها كده ما تتخرجش طبعا بنتتتحرك طبعا في جميع الاتجاهات دي مش فكسي تخلص البون طبعا انا بقول لكم البوني فكسيشن يساوي فكسيشن ان قول ديريكشن دي الايه اللي هي الاتاتشمت الايه اللي بقى جماعة اللي هي الليمفنوت كل سويننج في الجسم الالكسترنت ببعض بظاهر ليا ده بتكون دريمت على ليمفنوت في اريا معينة يعني الهدو النكمس على سبيل المسال لها دريم في السيرفايكال ليمفنوت القبر لمب والأنتجيشتور والبريس بتدرين على الأجزير ليمفنوت اللور لمب كلها والسكروطم مثلا بيدرين على الإجوائنا ليمفنوت وهكذا فكون لحكة في الجسم اي سويننج هنجي ناخد الفيرويد ان شاء الله تقدر يسأني معها السيرفايكال ليمفنوت بلطب ولا لأ مثلا البريست ما ناخده معها أجزير ليمفنوت بلطب ولا لأ المال زي دية يعني حاجة زي دية مثلا ممكن تطلع فوق وتروح السيرفايكال ليمفنوت خلاص نتجي نشوف السيرفايكال ليمفنوت ودي حلقة لوحديها نحن نفحص ان شاء الله الليمفنوت في الحلقة الليمفنوت نبقى نشوف الفحص الليمفنوت في الجسم كل سؤكة بسيرفايكال او أجزيرة او اندوينل وفحص الليمفنوت والكاركتر بتاع الليمفنوت واكبرها ايه؟ طبعا ماتيش هنا سيرفايكال ليمفنوت معاها هارف البيه يا جماعة في اسكلب دين طبعا اللي هو البلسيشن ازاي تعرف ان السيولين يجي بلطسيتينج قرنوت ببساطة؟ انا هبص تنجينشي من السيولينج بجانب كده وأشوف السيولينج بلطسيتينج قرنوت طبعا لو مش بلطسيتينج خلاص موت بلطسيتينج سيولينج اما لو كانت البلسيطايل سيبقى البلسيشن هتسئل السؤال على طول ان ينعمل البلسيشن في نوعين يا جماعة من البلسيشن سواء كان اكسبانسايل او ترانسايل بلسيشن كلمة اكسبانسايل بلسيشن يعني ده انيوريزم والانيوريزم يطلع النبضة بتاعه بقوة في جميع الاتجاهات عمل ذا الويف زا الشمس اما لو كان الترانسايل يعني هي عمل سفورينج فوق الارتري والارتري هو اللي بينق النبضته للماس فتبقى الويفز بتاع البلسيشن بيرتيكال بس لمعنى انا هفرق بين النبضة البلسيشن دلوقتي بالبيفينجر تست هفرق بين النبضة البلسيشن ويقوم بتاع البلسيشن وابتدي انا اشوف المثل لو هي اتخيل انها بلسيشن فالحركة لو حصل كده جميعا ان الصبعين يطلعوا ويبعدوا عن بعض بطل الحركة ده اهو اما لو كانوا بيطلعوا كده وما بعدوش عن بعض بيترانسايل بلسيشن يبقى لو حد سألني انواع البلسيشن ايه اكسبانسايل بلسيشن ويقوم بتقليل بلسيشن وافرق بينهم بالبال التيندرنسا المفروض بقى وانا بقى من الاجزميشن للتيندرنسا اكون انا واقف قدام العياري وانا بفعصها عشان اشوفوا ايشه يتقلموا ولا لا وانا بفعصها هي طبعا هي مش تيندر طبعا الماس التيندرنسا بالمناسب بقى التيندرنسا اللي هي الترانسايلونيشن اللي هي هل اللي هي الترانسايلونيشن طبعا لو كانت سيستك وفاع في لووت كيلير هتمقى ترانسايلونيشن طبعا زي حالة الهايدروسيل اللي هناخدها برضو وهنعرف ان فيه تست اسمه ترانسايلونيشن تست اجيب كشف بقى ترش واقيد الترش واشوف اللي هو شفاف ولا لا ليه طبعا صلد مش تستك اصلا فده تبقى الترانسايلونيشن تست الاتش اللي هي الهطنسا بعض اللي تبقى حط طبعا زي حالات الانفلاميشن الاكسس مثلا او انفلاميشن لا بتكون السيرفز بتاعها حط طبعا وطبعا انت عشان تعرف انها حط بتشوف الماس واللي جنبها الجراب مش بتحط على الماس بس طبعا ممكن تكون هو العيان نفسه كل الجسم عنده حرارة فيه برنسا يبقى جسمه كله حط طبعا فلازم اتقارن من حتة جنبها وهي ويا حبزة لو استخدمت ظهر ايدك ظهر ايد مش كاف في الايد لان احنا بنستخدم دايما اللي هو الايه اللي هو الايه وطبعا فتبقى السمسيبتي قليلا شوية ياريت يبقى الدورزة القفزهان ده اكتر علشان احس السمسيبتي اعلى شوية طبعا هي نشخط السويلن الايه الايه تعني الاتش الأيٍتش اة نشخفة يجب حدودها فوق وتحت وشمال elevatorsficienteً فيه وضحتها. 这是 gebeast fug produits. وحتى هذه 할رجة' وبدأت بجarads етров anaerobic Bil� جاب اخرها. جاب اخر حروفها. شمال والمين وفوق وتاحت. فيسمها برضو من ضمن الكريتيريا في السويلنج زي دي. ان انا وانا باجي عن الاتج اهو. اهو. بحط صابع كده. وابتدي ها? ازلقها شوية. تشوف صابع بالزفلة. شوفوا الحركة دي يا جماعة بالسويلنجة. صلى الله تحس انها بالايه بتزفل. بتزفل. بتزحلق شوية. فيسموها سليبر ايج. الحركة دي. هي طبعا هنا مش باينة قوي. سعبت باكتر من كده. يعني ساعات اللايبومة بتدي احساس السليبر اعلى من دي. يعني ايه طبعا الماس? ابتدت تكبر اوي يعني دويش اوي صراحة اللايبومة دي. وابتدى يحصل فيها شوية كالسيفيكيشن شوية حتى في السنتر شوية وفي الجناب. فتحس ان خاصية السليبر ايج مش واضحة هنا ايه قوي يعني وان كانت موجودة. فدي بيسموها السليبري ايج. وعلى فكرة السليبري ايج دي من ضمن الحيات البصلونيك للايبومة. خصوصا لو كانت سابوتينوي. صابعا لبومة انواع? لو حد مسألكوا بالشاكوى انواع اللايبومة على حسب الحصول علىjan loheet وحسب الاهاتمية. لا على حسب اياه موجودة فيمكن الاناتومية للاناتومي. سابوتينوس ولا صاب فيشيل ولا انتر مصير ولا انتر مصير ولا صاب فيكل ولا ي tribes تزيد للأخيره. دي خاصية بالمناسبة في السابوتينوس لايبومة باس. ما تقول ليش في الانتر مصدر لأ في الصبت في نص ليبوما فقط هي اللي بتبقى بالنسبة للانتر اللي هي الموبايلة تبقى جماعة وانا من شوية قلت لك انا خرقتها فوق وتحت وشمال ومين ولقيتها ان هي موبايل ان اول لا هي مسكة في مصر ولا هي مسكة في بول دي موبايل ان اول دايريكشن اخيرا علشان نتكمل بقى بتاع الحالة دي يا جماعة انا خلص حلص طب ادي حاجة بسيطة بقى يا جماعة اللي هي البركشن طبعا بركشن هشوفها يا ريزنانت ولا لأ طبعا اخذت بالكوا ادي البركشن وده هتعنيني بقى في حاجات تانية طبعا يا ماليانا فات من دي وطبعا دي لايبوما فهتلاقى ضل طبعا مش ريزنانت اه البركشن يعنيني ببعض الحالات زي الهيرنيا نسل وانا بعمل بركشن فيها ده فيها انتستين وفيها جاز فممكن دي بقى ريزنانت ده سيرويد ونسل ريترستيردنر انا بعمل ضايرة وانشوف في السيرويد ان شاء الله فلاقي مثلا المفروض ان احنا بنجي نعمل على الستيرنان ضايرة في البركشن مفروض انه هو ريزنان لأ لا هي ضل وده تعنيني ببعض البركشن اما عن الاستراتيشن حط السماعة طبعا هتحط السماعة لو كنت انت شايت فلسيشن اصلا وشاك الكنينيت انيوريزن كمانجيومة انما من البداية احنا شايتين انه ليش فلسيتنج وكده يا جماعة نكون خلصنا الاستراتيشن بتاعة الاسويلينج في الاخر انا هطلع بايه بقى الاسويلينج في العيس ارنى ايه الفرنشات دانيوز بقى بتاع الاسويلينج اللينج انا طبعا وصلت ان الاسويلينج دية عبارة عن موجودة في الباك او الابر برك اوزا باك دا احنا شايتين ما هيش سيستك فطبعا بالتبع ايه انا استبعدت حاجات كتير من ممهج هاجي الدكتور يقول لي هي مش سبيشه اولا مش سبيشه السيست لانها مش سيستك طبعا مش درمويد سيستة هي مش سيستك طبعا ومش في الاماكن بتاع الدرمويد سيستة حتى ما عارفين اماكن الدرمويد سيست موجودة في اماكن اللاين اوزيوجن في الميد لاين مش عارف اكسرا انجولار وهكذا المازلي بقى في الاخر برضو ما هيش بالسيستك ما هيش انيوريزم ولي همانديوما ولاي سيستك اصلا وهي انصولت سويلينج صوفت توفيرم سويلينج مستبروبابلي هتكون ايه بقى ايه مع المازلية ليبوما في ايه في الابر برك اوزا باك طبعا في بعض ايه شاكو ممكن تستقللي بقى عن ليبوما طبعا ايه انواع الليبوما اللي انت تعرفها زي ما قلنا من شوي انا ممكن اقسم اللايبوما بناء على ايه الاناتومكال صايت بتاعها سبط ليبوم صوفتش اللايبوما انتر مصر انترا مصر صوت سيكا لصوفتش الى اخره ممكن الليبومه تتقسم. وهو تتقال بمعنى أخر السؤال. الليبومه الهايفه دي. ممكن تموت عيامه. سؤال بتقال. ممكن تموت عيام. هيرود اليقاءة بمعنى أخر. خلاص الليبومه أولا ممكن تموت. بطبعاً وتبقى مالجنة طبعاً وتبقى اسمها ليبوساركوما وأحسن منها المتاسيز والديسك الآخر طبعاً ممكن الليبومة في أناكن دينجراسي في ليبومة ممكن الليبومة تمام موجودة في المدينة ويسمىها صد ثيكال ليبومة وتعمل فقدريبليجيا وفارغليجيا وكارثة ممكن الليبومة تمام موجودة صد ميوقس في الإنتيستين وتعمل انتصاصيبشن وتعمل عبوستركشن ويسمى الليبومة تمام موجودة في دينجراسي وتبقى قاتلة في الحاجات تبقى خطيرة طبعاً برغم من الترم نفسه معروف بقدارك بين الناس يقولك ده كيس دهني حاجة عيفة وحاجة خيبانة طبعاً فديعة جماعة ما يسمى بالكيس الدهني والتجمع الدهني اللي هو الليبومة طبعاً حالة من الحالات المهمة جداً جداً زي ما اتفقنا واللي هتنفعني إن شاء الله بكل أنحاء الممهل لأن كل أنحاء الممهل جداً فيه سويلينج وأعتقد إن احنا نوهنا النهار ده بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالسويلينج والإجزامينيشن بتاعته وبإذن الله كتير قوي من الإجزامينيشن التي قلتها بالوقت تتكرر طول السنة وطول الحلقات بإذن الله بإذن الله حالات أخرى إن شاء الله شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مصطفى بيومي وأستاذ جراحة كلية طب الزئزيق مع إملي نوت هنقول الشيط قبل السويلينج نبدأ بالهيستوري وبنبدأ بالبرسونالهيستوري ثم الكمبلين ثم البرزينت هيستوري ثم البسط هيستوري ثم الفامل هيستوري في البرزينت هيستوري بتاع السيرويد بتسقف الامتحان في إيه؟ في حتتين اثنين بقولك الريزيدن ستاعة ومين عشان تقولي إنه جاي من غيطر انديميك إيريا أورنوت وفي الاكيوبيشن العيان اللي بيشتغل في أماكن بتعرض فعل الراديشن بيبقى أكثر عرضة للماليجنسي من غيره وهسألك سؤال غلس الاسبيشال ساينت اسبيشال هابتس لها لازمة زي الاسموك يجي في السيرويد تقولي لا الكمبلين العين هيجي يشتكي من سيرويد من نيكي سويلي او لوكل كومبريشن مانفستيشن او آي مانفستيشن او مانفستيشن اوف ديستربيت فانكشن يالفانكشن زادت يالفانكشن قلت اوقات العين يجي بمانفستيشن اوف ديستنت متاستسيز من غير ما يبان سويلنج في الرقبة وساعتها من يسميه اوكال تانسر واوقات العين يجي يلنا بيه أكيوت او كرونيك توكسيك مانفستيشن ده في الايه في الكمبلينة في البرزينت هستوري بتعمل اناليسس للسويلنج وبتتكي على ثلاث حاجات بتسأل على العين عنده توكسيك مانفستيشن او لا العين عنده مانفستيشن سجستب او ماليجنانسي او لا ولو ما فيش توكسيك مانفستيشن ولا ماليجنانت مانفستيشن هقول لعين عنده سيمبل وغيب في البسط هستوري بتسأل على سيمبل كونديشن عين عمل عاملات قبل كده او لا عين اتعرض للراضيشن قبل كده او لا عين خدم ديكيشن قبل كده او لا في الفاميلي هستوري يهمك تسأل فيها عشان حاجته اول حاجة ان الغيطر انديمج ديسيز فهو عند العيان وعند اخواته بقى افراد العيان الحاجة الثانية ان فيه سيرتين ديسيزز في السيرويد بتبقى كونجينيتا ودي مشهورة البندريد سندروم واخيرا بسألك سؤال بقولك اني نوع من القنصر سيرويد اللي الفاميلي هستوري بتلعب في دور مهم او الوراسة بتلعب في دور هتقول الفاميليا سيرويد قنصر وبتسأل المين سندروم طيب اثنين اي وطيب اثنين بي وبكده خلصنا الهيستوري هنبدأ النهاردة في اللوكال اجزامينيشن اف سيرويد سويلين وفي اي لوكال اجزامينيشن في اي سويلين لازم نعلق على ثلاث حاجات اول حاجة البوزيشن اند اكسبوجر اوفزابيشن تاني حاجة البوزيشن اوفزا اجزامينار تالت حاجة اللوكال ايرياتو بي اجزامن في شهة السيرويد البوزيشن بتاع العيان العيان بيقعد سيتنج والنك اكستيندد الاكسبوجر بنكسبوز الهيد والنك والقبير تشيست البوزيشن اوفزا اجزامينار بيبقى قدام العيان وعينه في نفس الليبل بتاع السيرويد سويلينج اللي يعمل اجزامينيشن يعني باصش على رقبة المريض في هنا نقطة مهمة اوقات المريض يبقى اوبيز والقاب تقصيره ابص على رقبة العيان ما لاقيه السيرويد سويلينج فبنعمل طريقة تخلي السيرويد اقصر وضوح اقصر وضوح بنسميها بزيلوز بقول العيان شبك يديك في بعض خطها ورا راسك رجع راسك ورا اضغط براسك اجينيس ايديك ورجع راسك ورا هيخلي السيرويد مور برومينج ده بنسميها بزيلوز ميسود نبدأ بقى الاول بالانسبكشن الانسبكشن بتاع السيرويد سويلينج زي اي سويلينج موجود هنبدأ بالنمبر سينجل سويلينج الصيد بتاعه اللي هو المسكولر تريانجل بتتسيل في سؤالين ما هو المسكولر تريانجل ما هو المسكولر تريانجل одар كبراسك ال ніبيرة يبقى سيرويلين่ في الخلف بنوب المسكولر تريانجل بعد كده بعلق على السبدة اس الصائل اخذناها network surface skin over especially Please الشام بتاع السويلينج ذا ما اشنا شايفين هو سيرويلينج من الإزمص بتاع السيرويد شكله لو الباسولوجي في السيرويد ديفيوز يعني كل الجلان دفاع باسولوجي هتلاقي السويلينج يوشيد 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 لما يكون لقاليز باسولوجي في السيرويد السويلينج ممكن يكون أو أوفل أو إرغولار هنا نقدر نقول عليه أوفل السويلينج الصيز براع السويلينج بنقيسه في 2 ديامترز بشريط إياس أو بمزورة هيطلع 8 سنطي في 6 سنطي يبقى تكلمنا على النمبر والصيز والشيب والصيز السيرفيس بتاع السويلينج زي ما هو باين يا سموز يا نوديولر يا إرغولر هنا باين إنه هو سموز في النوديولر جويتر بيبقى نوديولر وفي الماليجنانسي بيبقى إرغولر بعد كده بنتكلم على السكين أوفر السكين أوفر علق عليه بحاجة من 3 يا نورمل يا فيه سكار أوبريبياس أوبريشن زي ما احنا شايفين عند الأستاذ أيمان سكار أوبريبياس أوبريشن ينلاقي علامات الإنفلاميشن صاينز أوف انفلاميشن يا صاينز أوف ماليجنانسي صاينز أوف انفلاميشن هيبقى فيه ريدنس وأيديمة في السكين صاينز أوف ماليجنانسي هنلاقي فيه انفلتريشن في السكين الاسبيشيال صاينز احدى الرأسك ايه من سنة زيارة يبلع ريئة بلاقي السويلينج والعيان بيبلع موب أباند داون وإذ دي جلوتشن وأنا برضو بنسئل كام سؤال هواي السويلينج بيموب ايه الأزر السويلينج اللي بتتحرك ايه الأزر السويلينج مايقدرش يتحرك رابع سؤال ايه السويلينج تتحرك بعد كده علقت على النمبر والستة اس علق على الاج وهو العيان بيبلع ريقه بيبلع راكي ايمن بشوف اللور بوردر بتاع الصيروية كان بيسين ولا كانوا بيسين لو انا مش قادر اشوف اللور بوردر يبقى ريتروستينة اكستنشن لكن عند ايمن ابلع ايمن تاني انا شايف اللور بوردر فمتيش ريتروستينة اكستنشن يبقى خط النمبر الستة اس بعد كده بعلق على تلات ديهات اول دي بشوف علاقة بالسترنو مصطوط مصر النوع دي بالسترنو مصطوط مصر فبعمل ايه؟ بقول للعيان لور الهيد اجنس ريزيستنس تو كنتراكت بوص مصر السويلينج بيقى لفي الصيز دي اول حاجة طيب لو السويلينج في وان لوب ويوز اعمل كنتراكشن لوان مصر اقول للعيان يزوق التيرن ال فيس لالقبضة صويت هيعمل كنتراكشن لوان مصر لكن هنا السويلينج سنترل فالعيان لما بيضغط هعمل كنتراكشن لطو مصر السويلينج هي قل في الصيز معنى ان هو دي بالاسترنو مستويد مصر تاني حاجة تاني دي بدور على فببص على الصائد بتاع الرقبة وشوف فيه وعند اي من مفيش اخر دي يعني ده ضغط على الترقية وعمل دي سنة ولا لا فبقول له بص اي من ارفع ايديك لفوق وخليه فوق ثلاثين ثانية لو هو سيضغط على الترقية هيعمل فلاشنج في الفيس ودستنية مع انجوش نزل دي ايدي يبقى راجع تاني الانسبكشن انا شايف سينجل سويلنج في الفرق ستة سنتي في ثمانية سنتي السيركس بتاعه سموز فوق منه في السكين الاسكين السويلنج يمو ويسد مفيش السويلنج ديب للاسترنوماسطوية مسل السويلنج 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 كده سنكمل البلبيشن في البلبيشن السويلنج البلبيشن بتعمل البلبيشن البلبيشن بتعمل من قدام بطريقتين الكراي الميسود والليه مسود وهنقولهم بعدين الكلاسيك ميسود العيان قاعد الاجزامنر واقف ورا العيان التوصومبس بحطهم على النيب رقبة العيان من ورا والفينجرز بتقابل بعض قدام السيرويل جيلانت ويقابلوا بعض في الميدلاين وابقى حاسس اللوار بوردر أو اللوار بول بتاع السيرويل جيلانت واقول للعيان يوطر قابط القدام وفليكس النيك بابدأ البلبيشن جنتلي باللوار بول والإزمص وبعدين بقى أفحص وان لوب اتا طايم لو انا هفحص الريط لوب بتاع الجيلان بتاع السيرويل بخلي العيان يفليكس الرائبة سلايتلي توزريت سايد وبالإيد الشمال بسبت السيرويل بقى اسمها الفيكسينج هانت تو ميك السيرويل لوب برومينت وبعدين بابدأ أفحص الريط لوب وبرجع أعكس الكلام عشان أفحص الليفت لوب واقول للعيان يبلع ريقه يبلع راك أيمن واشوف الاسبشيال بتاع السيرويلينج اللي هو بتحرك قابل داون ويز دي جلوتيشن اقول ثاني احنا وقفين ورا العيان الرائبة بتاع العيان في لكسيد الطو صنبس على رقبة العيان من ورا على النيب وبزانيب والفينجرز والدام على السيرويل والتيبس بتاع الفينجرز تقابل بعضة الميدلاين وأكون وأحس اللوار بول أو الروار بوردر بتاع السيرويل الجلان والإزمص وبعدين بابحص وان لوب قد قطايم بابحص مرة راية لوب ومرة الريفت لوب وبالآخر بعمل فول كومنت على السيرويل السيرويل وهنبدأ بحرف ونختصره بكلمة تنسك حرف بشوف بالضرزة السيرفس بتاع الفينجرز وبقارن السيرويلينج بمنطقة تانية تبقى متعرضة لنفس الظروف الجوية السيرويل اللي بيبقى السيرويل سيرويل وبعدين بابحص التندرنس فبضغط على كل السيرفس بتاع السيرويلينج بصباعي وأنا باصص على الفيشيال اكسبريشا السيرويل اللي بتبقى تندر السيرويل والمالجنانسي تالب تي في السيرويل السيريل بحط البلمر سيرفس بتاع الفينجرز جنتلي على الأبر بول بتاع اللتر اللوب بيري جنتلي بيري لايتلي في البرايمر تكشف جويتر بحس السيريل لو ضغطت جامد هحس البلسيشا بتاع الكاروتي يبقى أنا شفت وشفت 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 السيريل بثبت رأس العيال وبامسك بكله بإيدي وبحركه أبند داول نورمالي فيه بحسن 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 ترقية لو هذه بحسن بحسن معناها ان فيه في السيرويل عمل للترقية يبقى أنا خدنا تمبريتشار تندرنس سيريل موبيليتي ونعلق على الأسات بتاعتنا الصايت والشيب والصايز والسيرفيس نخش على السكين والسبيشال ساين هاو توتست الفيكسيتي أو زا سويلنج بزا سكين بحسن بحسن تلت طرق أول طريقة بنشي السكين أب فروم زا سويلنج لو كانت بي بنشد يبقى انفلتريت ثاني طريقة سلايد زا سكين أوفر زا سويلنج حرك الجلد فوق السويلنج لو الجلد بتحرك فريلي فوق يبقى نوت قتاشة تسا سكين ثالث طريقة بنزوق السويلنج والنوت في ديمبلنج أو باكرنج ولا مفيش هنا مفيش يبقى هذا السويلنج إذن نوت قتاشة الاسبيشال ساين قبل عريقك العيان وانا مسك الاسويلنج الجيدي بتحرك يبقى اخدت تنبريتشر تندرنس أخدت الموبيليتي أخدت الستة اس بعد كده باخد الاتج بفحص الاتج بتاع الاسويلنج الاسويلنج ده عندي واللور بوردر كان بفيلت بي الفينجرز وبالتالي مفيش ريتروسترنال اكستنش بعلق بعد كده على الكنسيستنسي بتاع الاسويلنج وهنا في الكنسيستنسي بعمل الأول البيبولر فلاكتويشن تست في توبر من ديكولر ديريكشن فده صوليد السويلنج الصوليد السويلنج يبقى صوفت لايك الليبيول بتاع القير يفيرم لايك التبقى في زانوز يهارد لايك البون وهذا السويلنج اسفيرم السويلنج بعد كده بشوف علاقة السويلنج بستراوندنج استراكشورس أول حاجة باقتبر علاقة السويلنج باسترنو مستويد مصر بعمل ريلاكسيشن للمصر و تراي تبينش المصر في رمزة السويلنج لو كانت باسترنو مستويد يبقى انفلتريت لو كان باسترنو مستويد بقول للعيان يبلع عريقك يبلع راكي أيمن لو السيرويد السويلنج قتاشت للمصر المصر هتهرب من إيدي منسميها طاجينج أوسترنو مستويد وده معناها إيرلي انفلتريشن لو مفيش طاجينج يبقى نوت قتاش التوزو مصر ثالث حاجة بعرفها الريليشن أوبزة سويلنج توزو تراكية بحط توفينجرز في الصوبراستيرنال نوتش ولاقي التراكية وعلق عليها سنترل ولا شفت بعد كده بشوف الكاروتو بلسيشن وده بحسه قبل الكيروكويت كارتلج قبل سي ستة فرتبري وبحس الكاروتو بلسيشن ولما بحسه بحسه عن ناحيتين بس مش في نفس الوقت أحس ناحية وبعدين أحس الناحية التانية الكاروتو بلسيشن ممكن يبقى لو فيه سيرويد قنصر عمله هنسميها وممكن يكون بلسيشن 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 آخر حاجة باختبر حكتلي اثنين بشوف هذا له دي بإثريكت على التراكية ولا لا بالكخرزي تست فبعمل ايه؟ همسي كنا للغدة وانت اين هالجامد لا صوت لو لقينا عمل كومبريشن للتراكية هسمع هارش نويز أثناء لكن هنا مفيش هارش نويز مفيش استرايدور أثناء البريسن وبالتالي هذا ما هوش عامل ولا كومبريشن على التراكية آخر حاجة بشوف بفحص الليم في نوتز بتاع الرقبة ودي مهمة جدا في السيرويد والليم في نوت بتاع الرقبة للتبسيط بنقسمها الى لبل ستة لبل الصاب منتل والصاب منديبولر لبل واحد الديب سرفايكل لين في نوت الأبر والميدل واللوور الونج الجاجولار بين لبل اثنين تلاتة اربعة الليم في نوت بتاع البستيرو تريانجل لبل خمسة والسنتر الكمبارتمنت اللي الرقبة الطريقتين بقى اللي بعمل فيهم الانترام من قدام أول طريقة اسمها ايه الكرايل دي ايه لما يكون فيه سمون ديول في وان لوب اف سيرويت بحط الصمب على السويلينج وقول العين يبلع عريقك السويلينج هيغبط في ايدي وهو طالع تاني طريقة اسمها الليهي مسود لما لاقي وان لوب فقط هو اللي اللارجد بضغط على التراقية تشفت اللوب للناحية بتاعته وبجيب الفينجرز ورا الستيرن مصطوية مصر وبفحص ما بين الصمب والفينجرز ده سمناها الليهي مسود وبكده ايه بحنا خلصنا البلبيشن اف سيرويت جيلانج هيبقالنا هتنصو غيرين البركشن والاسخلتيشن وهو مبسط جدا البركشن بعمل ضاير اف سيرنا علشان تو ديديكت الريترو استيرن الاكستينشن وبعمل على الميديا الاند وفي الفيرست انتر خوستال اسبيسيز تو ديديكت الريترو كلافيكولار اكستينشن كده خلص البركشن اف سيرويت بقالنا الاسخلتيشن بحط السماعة بتاعتي على الابر بول بتاع اللاتر اللوب جنتلي واقول للعيان وقاف نفسك يا ايمن لو سمعت شورت سيستوليك ميرمر هنسميها سيرويت برويه ودي بحسها في البرايمري تخصب جيدر يبا احنا عملنا انسبيكشن وعملنا بلبيشن وعملنا برقشن وعملنا اوشكالتيشن وبكده كملنا اللوغة الاجزامينيشن اف سيرويت سويلة ببدأ الجنرال اجزامينيشن واسمنا لثلاثة اي انتباس الجنرال اببيرانس بايتل تساينز ان سيستيماتيك اجزامينيشن الجنرال اببيرانس بعلق على المنتر استيت بعلق على الفيسز بعلق على البوشر بعلق على البودي بيلت النيوترشنال استيت بعلق على الكالرز بعلق على الفويس في العيان بتاعنا ايمن فولي كونشس والوريينتد فورتاين بليس اند بيرسون نورمال مود اند ميموري افريج انتليجنز كوبرتفو الظروب نورمال فيسز نورمال بوشر وبقول نورمال جيد والعيان ماشي نورمال استانز وهو واقف بجنبه وهو قاعد نورمال اتيتود وهو نايم نورمال دوكيوبيتس بعلق على البودي بيلت والنيوترشنال استيت والعيان بتاع التوكسو الجويتر بيبقى فيه ويتلوس الويتلوس يبان في التمبراليز والمسيطر يبان في الدلتويد مصل يبان في الفاستس ميدياليز والفاستس لاتراليز مصل بعد كده بعلق على الكلر اللي عند كله ازرق او كله جوندز مفيش وبعلق على الويتس وده عيز نورمال بويتس بعلق على الفايتل ساينز واهم حاجة البالس بنعلق على البالس والبلاد بريجر والتمبريتشار والرزبيريشن اللي همين البالس في البالس بعلق عليه كومبيليت كومينت الريد والرزب والكاراكتر والفوليام والإيكواليتي ونبوث ساينز والإيكواليتي وإيبكس بيت والكونديشن أهم حاجة في البالس في الكاراكتر الووتر هامر بالس وبقولك بتشوفه ازاي بترفع ايد العيان قبل الليفل بتاع القلب وتحط ايدك على الميدل سيرد بتاع الفورقار وبسألك سؤال بقولك مش معنى الميدل سيرد ليه مش اللور وليه مش القبر هتقولي في القبر المصل بالكي فمش هحس الأرتري في اللور طبيعي بحس الريديال بالس في المكان ده عشان كده أنا باختار الميدل إيه سيرد وبقولك يعني إيه وطر هامر بالس إيه الأزر خوزس وطر هامر بالس ودي كلها أسئلة موجودة تسألها بالشيكوالي خلصنا البالس هنشوف البلاد بريجر والإيسو ونشوف التمبريتشار ونشوف الرزبيريشن بعد كده نمسك العيان بقى من راسه لحد رجليه نفحصه جزء بجزء الهير في المكسديما بيبقى فيه لصقه في هير في السكالب ولصقه في الأوطر سيرد بتاع الحاجب الأي براو بحس السكال أولى راونت عشان أدور على ملطبل سولينجس لو فيه ساكندرس وعليب بنزل على العين بتاع العيان العين بتاع العيان اللي في المكسديما بلا فيه بطنس في الأي ليدز ولصقه في أوطر سيرد أو في أي براو في العيان اللي عنده مليجنانسي ببص على ببص على الجوندس والبالور ما عندوش بعد كده في العيان بتاع التوكسو الجويتر الإجزامينيشن بتاع العين مهم جدا حالة التوكسو الجويتر ونلايط لكلوزنج الاي ودي بنسميها روزنباخ صاين مش موجودة بعد كده ببص على العيان وهو باصش ستريت فورورد وشوف العيان فيه ستيرينج لوك ولا مفيش لو الليد رتراكتت أب والعين يبان مبحلق ستيرين بنسميها ستيل فاجز صاين وبعدين أقول للعيان بص الفوق لو قدر يبص الفوق من غير ما يعمل لكوريجيشن بتاع الفورهيد هنسميها جيف روي صاين وبعدين ينزل تحت وتابع الاي بول وهي ماشى مع أصباعي لو لقيت فيه لاجنج بتاع الاي ليد وراء الاي بول ويبان جزء من الاسكليرة أبابزة آي منسميها الليد لاج أو بونج ريبز صاين ولا واحدة من دي موجودة آخر حاجة بقول لعيان نبص الاسباعي وتستفور الكونفيرجنس ان انا احرك ايدي جامد تجاه العين بتاع العيان بسرعة استيل فيه كونفيرجنس اللي هي المو بيصين لو لست كونفيرجنس بعد كده بشوف الاكزوفصالموس والاكزوفصالموس بشوفه بتلت طرق طريقة من وراء العيان وطرقتين من جنب العيان الطريقة اللي وراء العيان العيان قاعد راكن ظهره مرجع راسه وراء بإيدي أحوس الشعر على ناحية وببص من عيني للسوبر سيلياري ريتجيس توز ايبول لو لقيت الايبول بينه بروت ريودي يبقى فيه اكزوفصالموس دي سمناها الناف زايجر ميسود الطريقة التانية والتالتة من جنب العيان الطريقة التانية اللي هي الفريزر ميسود تو ديتكت الاكزوفصالموس بكون واقف في جنب العيان وبقول لي العيان يغمد عينه غمد عينك بالراحة وببص على الصالقص اللي بين الـ جلوب والسوبرئي الأوربيتال مارجن نورمالي الصالقص بريزيرت لو لقيته شالو او او بليتريتد يبقى فيه اكزوفصالموس الطريقة التالتة افتح هناك ايما اسمها الرورال تيست بجيب مصطرة وحطها تلمس السوبرئي الأوربيتال مارجن وانفيري الأوربيتال مارجن نورمالي هتلمسهم من غير يو كان ميب الرولر تو تاتش لو الايبروت ريودي مش هتلمس السوبرئي الأوربيتال مارجن وديسومبر الرولر تست خلصنا الاي بنيجع على الماوس ونشوف اللبس فور بالور اندسيانوزيس افتح بقاء خالص طلع لسانك من غير ما تلمسه بدور على في الاوتستريتش انصب بورت الطنج افتح بقاء خالص لو فيه لينجوال سيرويدها البالي على الدرزم بتاع البستيروسيرد بتاع الطنج خلاص بعد كده بفحص الأبرلم بتسلم على العيان شيك هاند والزابيشن وتشوف الايد بتاع العيان وارم اندسويتي ده في السيروتوكسوكوزيس لو لقيتها كول اندمويست في الانيجزياتي نيوروزيس وبتشوف البالس بنعلق عليه ده في الهاند في الشيست بنفحص الشيست وال فور ميتاستسيز وبنسمع بالسماعة عشان ندور على لو في ساكندرس في اللنج ولا مفيش والهارت نفس الكلام بنفحصه عشان في السيروتوكسوكوزيس بيبقى فيه سيروتوكسيك هارت فيلير يبقى في صورة جالب ارزم واغسنتويات هارت ساونس في الأبدومن بفحص الليفر ممكن يكبر في حالة السيرويد والإسبلين ممكن يكبر في حالة السيرويد ومعروف الأسباب اللي بتكبر الليفر وبتكبر الإسبلين وفي الآخر بفحص الباك فور متاستاسيز الباكوفزابيش بضحص في الآخر اللور لمب ببص على الاسكن على الانتيريور سيرفس اوفزاتشين اوفزاتيبيا أوقات بلاقي فيه بدي تبيال ميكسيديما بصور فيه بيتنج إديما ولا مفيش وبضغط بإيدي لمدة 30 ثانية واشوف في بيتنج إديما ولا مفيش دي في الصيروتوكسيك هارت فيليار وبشوف بعد كده التندون جارك في الصيروتوكسيكوزيس في الميكسيديما وبكده خلصنا بالتلاثة ايتم بتوهم بسم الله الرحمن الرحيم معاكو دكتور أسامة غريب أستاذ الجراحة العامة جامعة الزازيق إن شاء الله النهاردة هنكمل معاكو حلقات كلينيكية لطلبة البكاريوس في الجراحة العامة مع شركة اندينود النهاردة بإذن الله هنشرح حالة جديدة من حلقات الكلينيكية وهي حالة من حلات السويلينج اللي احنا قدناها في حلقة قبل كده اللي هي السويلينج فور لفرينشا دياجنوزي نهاردة ان شاء الله هنشوف اخر سويلينج في اخر ريجون وبرضو من الحالات المهمة جدا للطلبة وهي برضو من الحالات في الشورت كيسيس اللي هي مش محتاجة برضو ان انا ااخد شيط كامل لها ولا حالة الحالات دي بناخد بريف هيستوري برضو سريع عن الحالة وبعد كده دكتور هيقول لي تفضل اعمل لي نعمل بقى ان شاء الله زي الحلقة اللي فاتت اللي احنا شوفنا فيها وهي مثال فور سويلينج سويلينج فور دفرينشا دياجنوزي بالزبط مع بعض البسيطة نبصوا مع بعض على الكيس دي ونشوف مع بعض السويلينج الاخر اللي علمها النهاردة زي ما احنا شايفين احنا عندنا سويلينج موجود في ريجون معينة لايه كنتم نصميها سويلينج في البروتود ريجون فور دفرينشا دياجنوزي طبعا ها عقول انت عارفت من некотор الذي هى باروتود ريجون بتقول لي هى صويلينج في البروتود ريجون عליشان الإباروتود ريجون هي السويلينج غلصة تمامة بين الانجل الضويلونج مع الدفار frustية تق苦اء و للصويلة الجائحة زي ما الموجودة في الحيز ده بانسميها تقويلينج في البروتودرجيrell فور دفرينشا دياجنوزي طبعا الدكتور هيجي يقول لي في الامتحان اتفضل ويعمل لي انسبكشن للحالة دي طبعا زي ما قلنا بمرة اللي فاتت امي كده الحالة اللي فاتت الانسبكشن فور انسويلنج اللي هما كان ايه نفتكر مع بعض ثمانية اس لو نفتكر ثاني سايد سايز شير سيرفس سكين اوفر سبيشيال كاراكتر سير رامد استراكشور اس السيبوتري او مالتوول زي ما احنا شايفين بقى السيبوتري لسه اقول حالا ان هي مثالي للسويلنج في البروتد ريجون ده السيبوتري السيبوتري زي ما قلنا بقى اي ماس لها ثلاثة ابعاد بس مش هقدر احط ايدي فهستبعد بعد اللي هو الدبس فهنقول الطول في العرض وخلاص بتاع السويلنج زي ما احنا شايفين نقول مثلا ان هي اربعة في خمسة سنتر ده بالنسبة للسيبوتري سيبوتري بشكلها كز على اسمانة كده زي ما احنا شايفينها اوفويت هي شكلها اوفويت ان شايف ده الشكل بتاعها سيبوتري بشكل زي ما احنا شايفين السيرفز بتاعها سموس مش شايفين يعني في الوبوليشن ولا الريجولاري خلاص سموس سيرفزي سيبوتري بشكل سيرفلسكن برضو السكن اوفويت ما فيش حاجة اقضر اقول من فيه علامة معينة في الجلد زي ما قلت المرة اللي فاتت لا فيها ردنس ولا فيها مش عارف سكار اوف بريديا سيرجلي ولا فيه ساينس ولا الى اخر نورمال سكينة يبقى لنا سايد 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 السايد سايد 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 هارجع تاني نتكلم عن الاسميكشن قولنا صايت صايت شيف سيرفس سكين اوبر سبيشيك كاراكتر اللي احنا قلناهم طبعا دلوقتي وبعد كده السيراندينج ستركشن هل اللي سويلنج ديت اثرت على جيرانها اللي حواليها وضغطت عليه وعملت مشكلة ما مثلا على سبيل المثال هنا طبعا بروتن وظنني مش معقول حالة بروتن ومش هنفكر في تأثيرها على الفيشل مش ممكن تعرفين طبعا كاناتومي ان البروتن لها اثنين لوب طبعا احنا بنسميهم اثنين سيرجيكال لوبس مش اناتومي كاللوب زي ستفيرويد قرائط اللوب وليفت اللوب لا دول بنسميهم سيرجيكال لوب لان هي عبارة عن كتلة لحمة على بعضها وان كان مرور الفيشل نيرف زي ما احنا نعرف في الاناتومي زمان انهم عد في قلب البروتن جيلاند من جوه فبيقسمها كسيرجيكال لوب لسوبرفيشيال لوب والنيرف ساندويتش في النص خلاص فلو حصل ليجا ما في البروتن تيومر مثلا وانفنترية النار هتعمل ما يسمى بالفيشيال بولزي يعني ممكن تأثر ستعمل أبر او لور فيشيال طبعا متأثر على العيان هنا في حالة زيديات مش مؤثر عارفين البرفيشيال بقى تأثيره على بقى البر على الاي والاي برا وتحت اللور فيشيال على الانجل او زماوس وباكس نيتر مصر وإلى آخره مش مؤثرة فده تأثيرها ممكن هل هي أثرت ولا مؤثرتش خلاص يبقى قلقتها بالجيلان مش مؤثر مش مؤثر على حاجة يعني معينة هنا ومش مؤثر على الفيشيال بالمهم طبعا اللور الستركشل اللور بيقسمها الاثنين زي ما قلنا سيرجيال لوب أخيرا هي سوليتاري والمالطم زي ما احنا شايفين اللي سولينج اللي هنا سوليتاري ليجن يبقى كده يكون كم مننا الانسبيكشن بتاع الحالة بالتمانية اس المشهورين اللي احنا نتكلم عليهم وندخل عن مرحلة الثانية طبعا لها مرحلة البلبيشن خلصنا الانسبيكشن على الحالة نبتدي بقى نعمل البلبيشن وطبعا احنا عالفين برضو من حلقة سابقة ان البلبيشن في اي سولينج عبارة عن ايه؟ سكلب ذنب وكل حرف طبعا زي ما اتفقناها يعني حاجة نشوف مع بعض اول حرف اللي هو الاس زي ما اتفقناها سكلب نكون فيرم التمانية اس اللي احنا اتفقنا عليهم من شوية ونشوف هلأ انا ممكن اغير حاجة وزي ما اتفقنا دايما بتتغير ممكن الابعاد يعني احنا قلنا الطول والعرض والدبس طبعا هبتدي بقى امسك الماس وانا بامسك الماس بقى جماعة ممكن اقول للعيان من وقت التاني كزة على ايه؟ على سنانك ايوني كزة عشان ابتدي اشوفها اما تبز البرا تبندي اكتر وابتدي انا افحصها وجيب اولها واخرها اه زي ما شوفنا اه زي ما قلنا الماز يعني طولها حوالي خمسة سنتي العرض ممكن بقى ثلاثة ممكن يقل شوية معايا زي ما انا فحصتها ثلاثة في خمسة في اتنين ده بالنسبة للدبس وبقيت الثمانية اس اللي فاضلين منهم يعني ما ريش حاجة اتغيرت يعني لصيت طبعا هي اتغير بقى ما اتحطت ايدي ولا مش عارف الاسكن اوبر ولا 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 وليس بيش الكراكتر هي هي يبقى ده بالنسبة للاس بتاع اسكلب ذن السي كونسستنسي افكر كل مرة اللي فات كنا بنقول ايه في الحلقة اللي فاتت ان الكونسي بتاع اي سويلنج ياما ايه؟ ياما سيستيك ياما سولد والسولد ياما صوفت ياما فرن ياما هار زي ما اتفقنا وان اللي بيلخبطني دايما في السويلنج اليه الايه؟ تبا الحلقة ده حاجات الصفت قوي مع السيستيك ده اللي بيلخبطني طبعا الهارد و الفير نوعا ما حاجة نشفة واضحة انما دايما اللي اللخبطني اليه الايه؟ الصفت و الان السيستيك مع وضع في الاعتبار فكركوا بكلمة البرادوكس ده احنا قلنا المرة اللي فات ممكن سيستيك السويلنج مليانة في لود قوي 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 لدرجة انيها ادتتني احساس انها فرن ده ما ننسهاش كلمة برادوكس دايما نشوف مع بعض بقى جماعة ازاي نعمل الفلكتوشن تيست افكركم بيهم بطوء المرة اللي فاتت اللي هما الكروس فلكتوشن تيست والباجت تيست هاو توليكت تاني بنعيدها تاني على حالة زي دي هاو توليكت كروس فلكتوشن تيست واتفقنا كروس صليم لازم انتوب ربن ديكلر بليز علشان نتجند الفولس ريزولت بتاع اللي ما يسمى بالايه بالايه سودو فلكتوان تسويلنج زي الليب هما مثلا قلنا خلاص نشوف مع بعض بقى ازاي نعمل كروس فلكتوشن تيست زي ما انتفقنا انا بقى فالماس اي بمسكها كويس قوي اهو اهو من قبر واللور اهو وبتدع حط صبعين واشوف بقى جماعة اضغط كده واشوف هتعمل ايه ما نيجاتف طبعا او اعملها في البرين التاني اللي هو البرين ديكلر عليها اهو اهو هنا وهنا كده وكده خلاص يا نيجاتف هي مش تيستك طبعا هي صولد السويلنج والكونسستنسي بتاعها اللي انا حاسه هنا ان هي صوفت تو فيرم انكونسستنسي ما ماشي اكتر منها فيرم يعني تقول عليها فيرم انكونسستنسي ده بالنزلة للسي اللي هي الكونسستنسي التست التاني اللي هو اقل دقة اللي احنا بيقولنا سعب ان يجألو في الحالات اللي هي اه اه سمول سويلنج تنس تندر زي ما قلت المرة اللي فاتت اللي هو الباجت افكركم بالباجت كنا محط ايدينا كده نثبت الماس وابتدي افعص انا في السنتر كده يلدنج هشوف هبتي يلد ولا لأ ده اولا سانيا بتزوء البريفري وبترفع صابعي ولا لأ ده بالنسبة للا ايه او اعمل على ناحية واحدة مثلا بصابع واحد واتكة كده ده الباجت تست نوصل في الاخر ان هي صولد سويلنج فيرم ان كونسيستنسي ده بالنسبة لالسي ابتكلم على البالبيشن بقول اسكالب ذن خلصت السي ايه اتتشمنت قلنا الجيران اقلقتها بالجيران اللي سويلنج جال هي مسكة في حاجة يعني دي مسكة في حاجة اولا الجارب اللي بره ده الجلد زي ما اتفقنا تست اهو بشد الجلد البره ده مرة اللي فاتت اهو اثبت الماس وزحلق سلايدنج اهو احركها واشوف ديمبلنج هيحصل ولا لا 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 ما حصلش هيش مسكة في الجلد ايه جيران تانيين يعني الجيران ايه كمان غير الجلد طبعا سواء كان الاستراكشور ده انا ماشي من بره الجوه بقى نمشي من بره الجوه بالتدريج هل هي مسكة فيشيل وعملة انفلتريشن بسلا عاملة فيشيل بقولنا لا اعمل شوية واضحة بالانسبكشن حتى من معاش قبر ولا لور فيشي خلاص هل هي عاملة انفلتريشن لأي استراكشور انسايد زي ارتري مثلا كاروتد ارتري انا عارفين طبعا التو تيرميل البلانش بتاع الاكسرميل الكاروتد برضو موجودين جوا البروتد جلاند ارتريد اعمل انا اشوف السوبر فيشيل تيمبرال ارتري ها بيبالسيت خالص او دي مهمة جدا لازم احس بتاع السوبر فيشيل تيمبرال مايش انفلتريت الاكسرميل الكاروتد ولا حاكم خلاص عارفين طبعا التو تيرميل البلانش بتاعتها وهنا بقى سؤال شافة وممكن يتقال ايه الاستراكشور انسايد زي بروتد جلاند انا قلت واحد من شوية اللي هي الفيشيل طبعا الفيشيل ترانك يطلع من بره وعدم يدخل جوه يبقى دفايدل لخمسة برانش الساندويتش انسايد زي بروتد جلاند بقى الفيشيل اتنين لسه بقول التو تيرميل البلانش بتاع الاكسرميل الكاروتد خلاص ايه كمان ماها الريتر المنديبلرة ماجئة ممشي جدا هذا الستراكشور انسايد البروتد جلاند كما نصلم الستراكشور انسايد البيروتد جلاند غير العمر والأرتر والأرتر والأركز enam، وصدر اللاث لكنك تبقى مصادر الناسur اللاث لنسايد البيروتد الجلاند نسميها كده بروتد لنف نود ده بالنسبة للأمورة الناس سؤال شايف ومهم جدا ممكن تسأل لنا طبعا زي ما انتفقنا في تكره كويس جدا السؤال ده ده بالنسبة للأمورة الناس قلنا لا هي عاملة فيشيا القوسي ولا هي انفلتريت الأرطري وحسيت بالنسبة للأمورة الناس لا يوجد مشكلة ايه كمان ممكن تكون الماس ده او الماسكة فيه ممكن تكون ماسكة في ماصر الماسل على سبيل المثال ابتدي انا احرك الماس اهو بشوفها فوق تحت تتحرك ولا لا موبايل واخليه كزة على سنان كزة كده وابتدي احرك الماس تاني فقط تتحرك ما هيش ماسكة في الماسل ولا حاجة يبقى ما فيش ماصر فكسيشن وبالتبعية هي ادام بتتحرك فوق وتحته وبالعرض وإلى آخره يبقى ما فيش مولي فكسيشن بره يبقى ما فيش اتشمنت للجران ولا حاجة اه باتكلم على سكالب زين ووصلت لمرحلة القل اللي هي الليمف نود مبالما اتفقنا السويلنج موجودة في الهد والنيك بالدريند على السيرفايكال ليمف نود طبعا وليتدي بطول يسألنا في الشابه هوتو اجزام انزى سيرفايكال ليمف نود ممكن تكون كبيرة في بعض الحالات سواء كانت انفليماتر اونيوبلاستيك طبعا كانسر مثلا ممكن بره سيرفايكال ليمف نود يقول تفضل في حصل السيرفايكال ليمف نود لازم نكون عارفينها ويتبقى تتقال ان شاء الله سيرفايكال ليمف نود في حلقة الليمف ادون باس اللي واحديها ولازم ايه نعرف ايه هي الجروب وازاي نفحصها كويس جدا حرف البي طبعا يا جماعة اللي هو البارتيكلور ساين طبعا البتاع اللي انا قلت من شوية طبعا اللي ينتابع معي الحلقة من اولها يعرف ان انا اتكلمت على الاسبيشال كاراكتر بتاعة الباروتد جيلاند سويلينج طبعا اللي هما اللي زي ما قلنا بيكز على سنانه بيفتح بقه ده هي الاسبيشال كاراكتر بتاع الباروتد جيلاند وممكن على فكرة حرف البي نفسه اقدر اقول فيه بالمرة وبرضو في حلقة سابقة انا اكلمتوكوا على انواع البالتسيشن سواء كان اكسبانسيل او ترانسيبند لو هي بالسيتنج ده افضل ما بابوف عليها تنجينشري ده بالنسبة لحرف البي في البالبيشن اسكالب ذنب الحرف اللي بعد كلي هي التيندرنس هضغط عليها بقا يا جماعة وابتدي اشوف بتوجع ولا لا الاتش هوتنس زي ما اتفقنا المرة فات بحط ضهر ايدي لو انا رايت هندل يبقى نحس بالليفت هندل احسن لو ليفتي بقى نحس بالرايت احسن خلاص يبقى هي ما فيهاش هوتنس الاي الاتج بتاعت او او عادي فوق وتحت شمال والمين خلاص ده بالنسبة الاتج بتاعت الام الموبيلتي موبايل ان اول ديريكشن ما فيش فكسيشن طبعا ده بالنسبة للبالبيشن بتاع الحالة انما هنا بقى بصفة ان انا بتكلم على باروتد سويلنج يبقى لازم الدكتور هي يسألني سؤال مهم جدا جدا في الباروتد بقى في الآخر يقول لي هوتو بالبيت زي باروتد داكت في سؤالين مهمين منهم هوتو بالبيت زي باروتد داكت السؤال دا مهم جدا نشوف الاول فين السوفيس انا بتاع الباروتد داكتور الاول عشان انا اعمل لها تلبيشن يبقى نبص يا جماعة انا هاخد نقطتين ووصلهم وعمل خط نبص النقطة الاولى عند تريجس او زئير بالنقطة الاولى والنقطة التانية مدوي بين زي انجل او زي ماوس اند الالة او زي نوز اللي هاتف النص هنا اهي يبقى عند تريجس نقطة والنقطة التانية مدوي بين زي انجل او زي ماوس اند الالة او زي نوز وابتدي اوصل الخط دا بقى خط اوز انا شايفينه بعد ما رسمت الخط اللي انا عملته دا ابتدي احط ايدي كده يا جماعة لقد قلises اوز اوز وود تركه على ذلك الحرات 아무�termill or pathIV كده هنا اوز اوز وادي صباح عند مدل سرد بتاع اللاي اوز يا جماعة اوز اقول له كز علي السنوانوا على اوز انا نعمل يا جماعة ايه ب shamdim اور اولش ايته. احس بالحركة دي هنجد في النفس هنا جماعة حاجة chordlike structure chord like structure. لابن عملناها على نفسنا حتى كده وبتدي منحس كل واحد على وشه ويحط نقطة عند الزئير لغاية مدوية بتقولون زي انجل وزي ماوس قال القلو وزي نوز ويوصل خط ويكز كده على السنان ويحس هيحس فعلا حاجة زي كورد لايك استركشن هو ده سير في السنات وده ما كان البروت الدكت فعلا خلاصا لحسها كورد لايك استركشن فعلا ده السؤال الاولان يجب ان تسئل لي ارسل ذا بروت الدكت السؤال الثاني فيه مكان البروت الدكت بتاع البروت الدكت يبقى انا بالبيتة هو خلاص اعتقدت ازاي يعمل له بلبيشن طب يقول لي فين البروت الدكت يا جماعة اخلي عيني افتح بقه خلاص وندخل فوق الحاجة اسمها ابزة الابر second molar th درس الأخير فوقها اهو درس الأخير فوقها اهو عند تشيك من جوها هي ديت مكان الدكت بتاع او البروت الدكت او البروت الدكت وطبعا واحد يقول لي ايه يعني ما شوف انا الدكت هتفرق معي ايه يعني والله ببساطة الدكت ديت اللي هي بتطلع السلايفا اللي بتطلع من الميجور ساليفور دكت أو الجلندي الكبير اللي هي البروت الدكت بتطلع السلايفا في المعوش لو كان فيه انفلانيشن هتطلع بص نقطة صديت نازلالي وهاعرف بلاش كده ممكن تطلع نقطة بلت وناخد الدشارج ده بقى ونعمله سيتولج ممكن يكتشف ان ديت مالجنان تبروت التيومور ليومورفك ادينو كارسينومة والي الاخير وطبعا ماشي فلازم نشوف فين الابن نجو نعرف الاناتوم مفتاحها برضو السؤال لين مهمين جداً يتساولوني كيف ي palpate the groups السؤال الثاني فين ال opening ماذا نكون استوفينا السؤال مزيجة و بعدما عملت كل الفحوصات ووصلت في الآخر اقدر اقول دي طبعا ليه في البروتدريجون وتمشي بروتدجلاند 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 طبعا السؤال هيتسئل لي شافه طبعا ايه الكوز اف السويلنج بروتدجلاند عندنا في النظر طبعا سواء كانت انفلاماتوري او كانت نيو بلاستيك دي المهمة او اشهر طبعا ليه بليمورفك ادينيومة طبعا اشهر سويلنج في التيومر كلها ممكن يكبر البروتدجلاند ممكن اوتوميون ديزيز بقى زي جوجرين سندروم و الى اخره يبقى لازم يكون اريان في النظري ايه هي الكوز اف بروتدجلاند نفسيها و اريان التيومر طبعا بتاعت البروتدجلاند لافيش كلامي سؤال ثاني ايه الجنوز بتاع السويلنج في البروتدريجون مش الكوز اف بروتدجلاند لا في سؤال ثاني ايه السويلنج اللي ممكن موجود هنا مكبر حاجه كبيره في المنطق دي غير البروتدجلاند سويلن طبعا لو لقيت حاجه كبيره موجوده في المنطق بتاع البروتدريجون دي ممكن اقول لي سويلن يطلع من اول الجلد الغاب ما تخل العظم بالتتابع من عالجلد برا ده ممكن تكون ممكن منزل تحت منش عارف المصل الجيلاند نفسيها زي ما قولنا و اسبابها بقى من شوية العظم نفسه بقى وطبعا سواء كان استيوكلستومه او الادامتنومه اللي ايه هو في الـ الـ نفسيه وهنا ساعاتي يسألوني يزنقوني في الشافة وفي حته كتير او متطلبة بتقلبها اللي هى الـ الـ والدنتلسيست والدنتجرسيست والادامتنومه طبعا حتة كتير متطلبة بتقلبها و ممكن حد يزنقني فيها فش فرجه ان نخد فكره عنها وبكده نكون خلصنا معظم الأسئلة اللي تيجي على البروتينت جلاند في الشافوي وطبعا بتاع البروتينت جلاند وبكده نكون خلصنا الحلقة النهاردة بإذن الله ونشوفك على خير إن شاء الله في الحلقة اللي جاية السلام عليكم ورحمة وبركاته معكم الدكتور مصطفى بيومي أستاذ الجراحة والطب الزئذيق والنهاردة هنكمل مع أملي ومعنا النهاردة حالة انجوين الهرني هنبدأ الأول بالهيستوري والهيستوري بتاع الهرنية زيها زي أي سويلة بنبدأ بالبرسون الهيستوري ثم الكمبلين ثم البرزنت هيستوري ثم الباصل اندفاميلي هيستوري وفي الآخر بنقول البروفيشنال دياغنوس في البرزنت هيستوري يهمنا إيه في حالة الهرني بنسأل على النيم والإيج والسكس والريزدنس والأكيوباشن والميرتاليستيتوس بيشي الهابتس بس يهمنا هنا بالضرورة الإيج مش معنى لان سيرتن هيرني öz are more come and in seerkx جروب لو جالي طفل الصغير يبني هتوقع يكون عنده انجوين الهرنية او ايبلايكاHearnia لو جالي أضلت بيشان تتوقع ان功ل عنده ايبلايك ايبلايكا الهرنية بعد ايبلايكا الهيرنية او همروان لو جالي قteuf sexually توقع عنده دايريك ايبلايكا الهرنية تاني نقطة في البرسول الهيستوري المهمة السيكس بزيوزابيشن الانجوائنا الهيرنيا مور كومن في الميلز عن الفيميلز بنسبة عشرين لوحد الفيمور الهيرنيا في الفيميل أكتر من الميل بنسبة أربعة لوحد ولكن سؤال مهم في الامزيكيو أن الموست كومن جروي هيرنيا في الفيميل لا تزال الانجوائنا الهيرنيا بعد كده بسأل على الوكيوبيشن ما معنى؟ لأن في بعض الوكيوبيشن أو بعض الوكيوبيشن بمفاقس ترينيج ودي بيبيرزبوز للهيرنيا وأشهرها الناس اللي بيشتغلوا مشيالين بيشيلهم هيفي ويتس آخر حاجة في البرسول الهيستوري الاسبيشيال هابتس أنت بتدخن عمل حاجة؟ أشهران صبرة في اليوم الكورونيك هيفي اسموكرز بيبعندوهم كورونيك قف وده بيبيرزبوز للهيرنيا ده بخصوص البرسول الهيستوري في الكمبيلين العام بتاع الهيرنيا يشتكي من حاجة من ثلاثة يأتي بسولينج يأتي ببين يأتي بالاتنين مع بعض أو يأتي بكمبيليكيشن بنعمل أناليسي للسولينج وأناليسي للبين والكمبيليكيشن بتاع الهيرنيا بنرجعها مع العيان في الهيستوري أقول الصيط يهمني في الصيط هنا أنه هو في أناتومكال صيط وفي هيرنيا الهيستوري هنا فاني ناحية من حاجة في الرايض هذا الهيستوري يهمني وأنا بعمله أناليسي أنه أنا دور على الاسبيتشير الكاركتر بتاعه العيان اللي جاي لبهيرنيا يقول أن الهيستوري يبان لما يقف ويسترين ويقل لأونلاين داون الكل كاعة تبان أم تعمل حاجة؟ تبانوا الوافو في النجر وتقل ولو نمت تقل ولو نمت يقل وهذا أهم حاجة فيه أسأل في السويلينج على بوسابوركوس أنت بتدخن يبكرونك هي بيسموكر دا بيبرزبوز لهيرنيا بعد كده أسأل على في البين الهيرنيا يوجوي بيليس يبقى في بين أو لو بيريليت لو بعت هيوش أو فيه بعد كده أسأل على وبلتبهم بترجع من حاجة الفاتحة؟ ايوة نقطة تمام بقى الكمبليكيشن تحصل لو هي اللي هي في الباست هستوري بسأل على عملت عملت قبل كده؟ لا نقطة طيب بتاخد أدوية للضغط أو للسكر أو للأل عندك حساسية من الأدوية؟ لا نقطة بسأل على باست هستوري بسأل على ضيابيط بسأل على بسأل على وكلها نيجة في عند العين فحد من قريبك في العيلة عنده الفاميلي هيستوري الريليبنت في الآخر بوصل لتشخيص أن الحج عنده ريت أوبليك انجوينل هيرنيا انكمبيليكياتد فعيان عنده بريدس بوزنج فاكتور اللي هو الكورونيك برونغيس يبقوا بكده خلصنا الهيستوري وهنبدأ دلوقتي نعمل جينرال إجزامينيشن لحالة الهيرنيا ما هي فلسفة الجينرال إجزامينيشن أنه لماذا أعمل الجينرال إجزامينيشن لمريض الهيرنيا أول حاجة لكي أدور على سبب للهيرنيا ثاني حاجة لكي أقيس أسيسي الفيتنس أفزابيشن فالأبريشن ففي العيان هذا هو الأول بلبدأ بالجينرال أبيرانس ثم الفيتال ساينس ثم السيستيماتيك إجزاميشن في الجينرال أبيرانس ببص على وش العيان وعلى البودي بيلت العيان الديبليتيت أو العيان اللي عنده أوبيزيتي هيقول لي ما تستعجلش في عمل الهيرنيا لأن الركارانس هيبقى عالي فببص على الفيسيز والبيلت عند الحج نورمال بعد كده إيس البالس والبالبريجر والتمبريش والرسبيريشن as usual في السيستيماتيك إجزامينيشن بدور الأول على المليفستيشن اللي هي ممكن بريلزبوز العيان للهيرنيا فببص على من تحت الفوق على 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 اللي هي اللي هي بعد كده بفحص العيان من الهد لحد الفوت ببص على العين بتاع العيان أدور على بالور وجوندس إيشمعنا لأن الجوندس والبالور والأنيميا بالدلي الهيلي ببص على الفينز والعيان نايم سيمي سيتين لأن لو كونجيست النيك فينز يبقى العيان ده هو انفيت فور سيرجري بضحص الشيست بتاع العيان بدور على مانيفستيشن أو كورونيك وبستركت بلموني زي كورونيك برونكايتس أو البرونكا الأزمة هيبقى سبب للهيرنيا وببحص اللوار لنب بدور على فيه اللوار لنب إديمة أو ما فيش لأن لو فيه اللوار لنب إديمة معناها أن العيان عنده هايبو بروتينينيا وده هيدلي أو هيدلي الهيلين القابض بنبقى بنبحاثها نمع من هاي اكسي في البطن نزل ننسي نزيل في الأبدومن الاجزامينيشن بتاع الأبدومن في مريض الهيرنيا ليه بحص الأبدومن بدور على فيه أبدومن زي إيهبات وميجالي إسبلين وميجالي أو أصايتس ولا ما فيش كسبب للهيرنيا بدور على الأبدومن عشان أقول الهيرنيا دي كومبليكيت ضي أبستركشن أرنوط طب ومعاها ومعاها ولما حط السماعة خيبر أدبول انتستين الساونز